السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلابنا الأعزاء مستمعين ومتابعين عبر قناة وإذاعة أمواج الرياضية في حلقة جديدة من برنامج يوميات أنا توجيهي على قناة وإذاعة أمواج الرياضية أهلا بكم في حلقتنا لليوم على التردد 99.1 FM لمن يتابعنا ويستمع إلينا في هذه الأثناء وكذلك على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة أمواج الرياضية 99.1 FM وكل من يتابعنا كل احترام وكل تقدير له مبارح تناولنا وإياكم طلبتنا الأعزاء ومستمعين ومتابعين في منهاج ومادة اللغة العربية مع الأستاذ الفاضل أبو معاد الداي أهلا وسهلا بيك أستاذ إبراهيم كيف أخبارك اليوم؟ يعني أيام قليلة وتفصلنا عن موعد الامتحانات ورمضان كريم قبلها كل عام وإنت بخير ومستمعين ومتابعين حياك الله يعني إحنا بنا نكسب الوقت اليوم نستكمل قواعد اللغة العربية وإن شاء الله نخش في البلاغة على ما أعتقد زي ما خبرتني؟ على بركة الله نكسب الوقت ولكن بعد هذا الفصل قصير أعزائي طلبة الثانويات العامة من جديد نرحب بكم أعزائي طلبة الثانويات العامة ومتابعين عبر قناة وإذاعة أماجي رياضية في يوميات أنا توجيهي مراجعة سريعة وشاملة كما تعودنا وإياكم برفقة نخبة من الأساتذة والمشرفين ووزارة التربية والتعليم اليوم إن شاء الله سنتكلم وإياكم مراجعة للحلقة الثانية عن مادة اللغة العربية مع الأستاذ الفاضل الأستاذ أبو معاد أهلا وسهلا بك مرحبا أعلم فيك أبو معاد يعني بدنا الآن الطاقة بدنا نعطي للواحد بعد وقت يعني العصر الواحد بتعرف يعني جسمه برتاح شوية وبدله قيلولة ولكن احنا بدنا نستنهد من الجديد بدنا نطلع يعني المفاتيح وسر وأسرار النجاح معك إن شاء الله اليوم في قواعد اللغة العربية بداية أعوذ بالأمن الشرطة الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جديد نرحب بطلابنا الكرام وطالباتنا العزاء نستكمل موضوعنا في القواعد للحلقة الثانية اليوم اليوم هنتنول إن شاء الله تعالى درسين من درس القواعد المهمات جدا واللي بتتكرر أصل كثير عنهم في الامتحانات هنتكلم إن شاء الله أولا عن درس الحال وإن شاء الله ننتقل من بعدها إن شاء الله على درس اللي هو النداء عشان إن شاء الله بعدها ننتقل على البلاغة مباشرة طلابنا الكرام اللي هو درس الحال من دروس المهمة درس الحال من دروس المهمة جدا ويكاد يعني لا يخلق امتحان من أسلة الحال وهو درس بسيط يعني بنسبة للحال أول حاجة الحال بجيش تعريف لكن عشان الطالب يكون فاهم شو يعني الحال الحال هو عبارة عن وصف نكرة لو نعرض على شاشة العرض بس وصف نكرة فضلة يعني زيادة الشرحة أستاذ كرام حكمها النصب دائما فالحال دائما منصوب فيكون أو يذكر هذا الاسم ليبين هيئة وقوع الفعل تكون دائما الحال أو نسأل عن الحال دائما بكيف فيكون الحال جواب لسؤال مبدوء بكيف طبعا الحال يعتبر من المنصوبات الحال له مكونات يتكون الحال من مكونين المكون الأول هو صاحب الحال والمكون الثاني هو الحال بالنسبة لصاحب الحال يجب أن يكون صاحب الحال دائما معرفة أما الحال يجب أن يكون نكرة وإحنا في قاعدة يعني مشهورة كتير ودائما نحكيها للطلاب أنه إذا كان اسمين التنين معارف بتكون الكلمة الثانية عربها نعت وإذا كان عندي اسمين التنين نكرات بيكون يعرب الكلمة الثانية نعت أما إذا كان عندي الاسم الأولاني معرفة والاسم الثاني نكرة بيكون يعرب الاسم النكرة دائما شو حال وكذلك إذا كان عندي اسمين الاسم الأولاني معرفة أياسف الاسم الأولاني نكرة والثاني معرفة بيكون يعرب الاسم الثاني اللي هو مضاف إلي إحنا سنتناول اليوم إن شاء الله الحال بالتفصيل عندي للحال عدة أنواع عندي الحال ثلاث أنواع الحال المفردة وعندي الحال أيضا الجملة وعندي أيضا الحال شبه الجملة وحندي بعض الملاحظات في هذه الأنواع الثلاثة أول حاجة أتكلم عن حال المفردة طبعا الحال المفردة يجب أن يكون معها صاحب الحال معرفة ويجب أن يكون الحال شو ناكرة عندها نظاهر على الشاشطة العرض اللي هو أنواع الحال الحال المفردة سميت أول حاجة مفردة ليست مفردة من حيث العدد إنما هي مفردة من حيث الشكل يعني ما نقول حال مفردة يعني ما من نقصد أنه مفرد يعني لازم تكون مفرد مش مثنة بالجمع قد تكون الحال المفردة مفردة أو مثنة أو جمع لأن هي مفردة من حيث الشكل وليست من حيث العدد فعندي الآن معطينا في الأمثلة كتبين عندي في الأمثلة هنا اللي هو مثلا ما نجي نقول جاء الطالب أو أقبل صديقي مستبشرا زي ما ظهر عندي في الشاشة أقبل صديقي مستبشرا الآن لو نسأل عن كيف أقبل صديقي هيديني جواب شو مستبشرا فلأن مستبشرا جاءت إجابة دي سؤال مبدوء بكيفها فبالتالي نعربت شو حال للتأكد أن كلمة مستبشرا أنها تكون حال نطلع عليها أن تكون نكرة ونطلع على صاحب الحال وهو الصديق فعلى ذلك أن نكون صاحب الحال اللي هو صديقي معرفة لو لاحظنا على كلمة صديقي كلمة صديقي لا تشتمل على أل التعريف لكن اشتملت على ضمير الياء فالاسم المعرف له أنواع قد يكون الاسم المعرف بأل التعريف أو قد يكون اسم المعرف بالإضافة هنا كلمة صديقي عرفت بإيش بالإضافة عشان هيك اعتبرناها إيش معرفة فصار عندي اسمين الأولاني معرفة وكلمة مستبشران جاءت نكرة فأعربت كلمة مستبشران حال طبعا حال منصوب وطبعا علامات النصب معروفة اللي هو إذا كان مفردا يكون منصوب بالفتحة إذا كان مثنى يكون منصوب بالياء وإذا كان جمع مؤنث سالم آسف إذا كان جمع مذكر سالم يكون منصوب أيضا بالياء بينما إذا كان من الأسماء الخمسة يكون منصوبا بالألف وإذا كان أيضا من جمع المنى السالم يكون منصوب بالكسرة الآن ننتقل للنوع الثاني من أنواع الحال وهو الحال الجملة كالعادة الحال الجملة نوعين قد تكون الجملة اسمية وقد تكون جملة فعلية ويأتي الحال جملة اسمية ويأتي الحال جملة فعلية الآن الطالب يلتبس في هذا الأمر لأنه في عندي فادة يقول كل الجمل بعد المعارف تعرب أحوال بينما الجمل بعد النكرات تعرب صفات وهيك أحيانا بيجيبونا في الامتحان السؤال بيقول لك في أجيب حسب المطلوب أو أحيانا في أسرة القطعة تحت بيجيب لي سؤال بيجيب لي جملة فيها حال مثلا يكون الجملة اسمية بطلب مني حول الحال من جملة اسمية لجملة فعلية أحيانا بطلب مني حول الحال إلى نعت فالطالب بده يكون عنده الدراية والخبرة في التعامل معيك أسئلة هنقول إحنا الآن نشوف كيف حال جملة اسمية ونشوف كيف نحاوله لا حال أو لا نعت نشوف بالأمثلة ظهر عندي الآن الحال الجملة في شاشة العرض في شاشة العرض ظهر عندي الحال الجملة عندي الجملة نوعين اسمية في الحال الجملة اسمية مثل غادرت المنزل والمطر منهمر الآن بس في عندي شرط في عندي شرط في الحال الجملة الحال الجملة يشترط به سواء كان الحال جملة اسمية أو فعلية يشترط به أن يكون هناك رابطا هذا الرابط وظيفته يربط بين الحال الجملة وصاحب الحال ولا يكون الرابط إلا فقط في الحال الجملة إذن عندي شرط للحال الجملة للنوع الثاني من أنواع الحال شرط الحال الجملة اللي هو أن يكون رابطا الرابط هذا عندي ثلاث أنواع للرابط إما أن يكون الرابط والواو تسمى بواو الحال وإما أن يكون الرابط ضميرا وإما قد يكون الرابط كلاهما. يعني الواو والضمير معا. بالنسبة للضمير قد يكون الضمير مستترا وقد يكون الضمير متصرا. يعني الطالب ما يلتبسش على الأمر. يعني بده يكون قد يأتي الضمير مستتر وقد يأتي إيش؟ متصل. الآن نشوف شاشة العرض اللي هو الحال الجملة الإسمية. لو لاحظنا. غادرت المنزل والمطر منهمر عندي لو بدأ أسأل بكيف. كيف غادرت المنزل؟ هيديني جواب المطر كان منهمر. إذن والمطر منهمر. ظهرت عندي أولا الواو. لو سألنا ما نوع هذا الواو تسمى واو الحال. لماذا؟ لأنها ربطت بين الحال الجملة وبين صاحبه. من صاحبه؟ التاء في غادرته. أي تاء الفاعل. وتعتبر تاء الفاعل ضمير. ويعتبر الدمير أو الضمير من المعارف. لذلك الحال هنا صبخ بإيش بإسم معرفة. المطر. لو نعرف المطر وكلمة المطر تعتبر جملة ابتدائية أو جملة جديدة فلذلك المطر تعرب مبتدأ مرفوع لم ترفحه الضمة. بينما منهمر تعرب خبر المبتدأ فبديني الآن مبتدأ وخبر عندنا مع بعض بدوني إيش جملة إسمية. بما إن الجملة الإسمية سبقت بواو الحال وسألنا عنها بكيفة. وأتت الجملة عندي هنا مسبوقة بإسم معرفة وهو الضمير في غادرته. فانطبقت عليها الشروط. لذلك الموقع العرابي لجملة المطر منهمر في محل نصب حال. لو طلب مني في الامتحان وقال لي مثلا جب لي جملة غادرت المنزلة والمطر منهمر. قال لي حول الحال. طلب مني حول الحال إلى نعت. فبروح بأنا بأنكر. لكن لما يكون عندي ضمير صعب التنكير. لأن الضمير معرف على طول. فبقول مثلا غادر رجل المنزلة والمطر منهمر. فبروح بأجيب كلمة نكرة. قبل إيش الجملة الإسمية. يعني بأجيب صاحب الحال يكون نكرة. فبتحول عندي الآن الحال إلى إيش نعت. فالآن هذا بالنسبة للحال الجملة الإسمية. نشوف الآن الحال الجملة الفعلية. زار عندي في المثال خرج اللي هو العمال يطلبون الرزق. خرج العمال يطلبون الرزق. كيف خرج العمال؟ طبعا يطلبون إيش الرزق. طبعا نحن هان عندي يطلبون فعل مضارع. طبعا وهو الجماعة ضمير متصل المبني في محرف عشو فاعل. بدين الفعل مع الفعل جملة فعلية. الآن هذه الجملة الفعلية صبقت باسم معرف وهو العمال. أي صاحب الحال كان هو العمال وأتى معرفة. احنا منقول في الفائدة الجمل سواء كانت اسمية أو فعلية. إذا صبقت بمعارف تعرب أو الموقع العرابي لهذه الجمال يكون شو حال. فالآن الجملة هذه تعتبر حال. في عندي رابط بدين يكون بربط من delay الحال الجملة وبين مين صاحب الحال. أين الرابط هنا؟ هي عندي واول جماعة ضمير متصل. إذا جاء الرابط هنا على شكل ايش? ضمير. فواول جماعة ضمير متصل مبني في محرفة فاعل وهو رابط للحال الجملة. وهو رابط ليش؟ للحال الجملة. الآن لو طلب مني في الامتحان حول الحال الجملة الفعلية الى نعت. الفكرة واضحة مباشرة بأروع على صاحب الحال اللي هو كلمة العمال. فبعملها عملية تنكير فبصير خرج عمال يطلبون الرزقة بصير جملة يطلبون الآن في محرف عشو نعت للعمال الآن النوع الثالث من الحال اللي هو حال شبه الجملة الحال شبه الجملة أول شيء عندي الجبه الجملة نوعين في قد تكون شبه الجملة ظرفية أو قد تكون جار ومجرور بالنسبة لشبه الجملة الظرفية تتكون من ظرف ومضاف إليه فأما الجار ومجرور بتكون من حرف جار واسم مجرور يشترط في حال شبه الجملة أولا أن يسبق باسم معرف ويشترط أيضا أن الاسم المعرف يجب أن يسبق بفعل هذه من شروط حال شبه الجملة إذا عندي شروط للحال الجملة وعندي شروط لحال شبه الجملة شرط حال الجملة أن يكون رابط أما شرط حال شبه الجملة أن يكون عندي شو اسم معرفة قبل الحال شبه الجملة واسم المعرفة يجب أن يسبق بشو بفعل عندي واضح بالأمثلة تنقلت النحلة بين الظهور لو سألنا كيف تنقلت النحلة هندي جواب بين الظهور فعندي بين ظرف والظهور مضاف إليه التين مع بعض بدوني شبه الجملة لأنها انصبقت باسم معرف وهي النحلة ولأن النحلة اللي هي الاسم المعرف سبقت بفعل وهو تنقلت فبدي لي بالحالة هذه بين الظهور شبه الجملة في محل نصب شو حال فالموقع العرابي لشبه الجملة بين الظهور إيش حال لو طلب مني وقال لي حول الحال لنعت نفس الفكرة بأنكر إيش الكلمة اللي تسبق شبه الجملة يعني نعدي الفائدة بدأ نقول الجمل وشبه الجمل بعد المعارف أحوال والجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات يبقى لو طلب مني أحول من حال إلى نعت أو من نعت إلى حال يبقى أعطي بالي من إيش من عملية التنكير والتعريف للأسماء اللي قبل الجمل أو قبل أشباه الجمل فالآن فيش جرم جرور لازم نحكي رأيت العصفورة في القفص كيف رأيت العصفور طبعا في القفص بيان نهيئته وحال العصفورة في القفص طبعا في حرف جر والقفص بديني اسمه جرور يتلم مع بعض بدوني شبه جملة الآن هذا شبه الجملة طبقت على الشروط سبق باسم معرف وهو العصفور والاسم معرف سبق بفعل وهو رأى فأعرب عندي هان إيش حال فالموقع العرابي لشبه الجملة إيش أداني حال في عندي كمان نقطة مهمة أنه في عندي أحيانا يتكرر الحال قد يتعدد الحال لصاحب الحال الواحد أنا بقول مثلا جاء المعلمه مصرورا مبتهجا باشا يعني قد يتكرر الحال إلى حال أول أو ثاني أو ثالث أو إلى ما تريد يبقى في عندي فائدة أو الحال يأتي مكرر وصاحب الحال واحد جاء المعلمه ضاحكا مستبشرا فرحا إذن يتكرر الحال في كما النقطة مهمة جدا بتم التركيز عليها كتير أحيانا يطلب مني حال مبني طبعا إحنا تكلمنا عن الحال وقلنا هو من أسماء المنصوبة إذن هو من المنصوبات لكن لو طلب مني حال مبني لا يأتي الحال مبنيا إلا في حالة واحدة شو هالحالة هذه مع كيف فقط كيف تأتي حال لها شرط كمان مر كيف تأتي حال بشرط لأن كيف أخذناها في درس المبتدى والخبر أو هي واردة معنا في درس المبتدى والخبر تعرب خبر مقدم لا حق الصدارة يبقى الطالب عشان ما يجع بلبس إنت أو متى يفرق بين كيف التي تعرب حال وكيف التي تعرب خبر مقدم دائما ننظر إلى الكلمة التي تأتي بعد الكلمة كيف إذا جاء بعد الكلمة كيف اس من تعرب كيف خبر مقدم بينما إذا جاء بعد الكلمة كيف فعلا لازما فعلا لازما تعرب كيف في الحالة هذه حالا بالطريقة الآتية أو على النحو الآتي زي منجي نقول كيف بزغ القمر فالآن هي كيف عندي التحقت به أو جاءت بعده كلمة بزغة طبعا بزغة فعل لازم فبالتالي انطبقت على الشروط صار عندي كيف وتليت بفعل لازم فكيف هنا أعربت حال لكن ليست بطريقة مباشرة فمنقول في عرب كيف اسم استفهام مبني في محل نصب إيش حال إذا نقولنا اسم استفهام مبني مبني في محل نصب إذا جاء الحال عندي فهذا المثال إيش اللي هو مبنيا ولا يوجد حالة أخرى للحال المبني إلا في كيف إذا تليت بشو بإسم أو بفعل لازم نعم الآن ننتقل للدرس الثاني اللي هو درس النداء لضيق الوقت بس عشان على عجالة يعني ننتقل لدرس النداء لو عرضنا على شاشة العرض درس المنادة طبعا عزائنا الطلاب وطالباتنا الدرس النداء بندوس المهمة جدا وتكثر أسئلته في القطعة وتكثر أسئلته أيضا في أخطر طبعا هنتكلمنا برح بالهيكلية الامتحان وشكل الامتحان وقلنا أنه في عندي في هذه أسرة النحو اللي هو أول سبع نقاط أخطر جاب الصحيحة وفي عندي بيتليها اللي هي أسرة القطعة فأحيانا في أسرة القطعة بديني مثلا كلمة تعرب منادة وبيقع يحط اللي خط تحتها بيطلب مني إعراب ما تحته خط فبتكون إعرابها أيش منادة أحيانا بيطلب مني في القطعة بيقول استخرج منادة نكرة مقصودة منادة مثلا نكرة غير مقصودة منادة مضاف منادة شبيل مضاف أو منادة اسم علم أو علم مفرد هذا كلام هنتكلم عنه الآن بالتفصيل لو إجاتني في أخطر سيجيب له أحيانا جملة تشتمل هذه الجملة على نداء أو منادة سيطلب مني ما نوع المنادة في هذه الجملة بديني خيارات ما كرة مقصودة أنا كرة غير مقصودة هذه الأسرة تكررت كثير في النمازج السابقة فبالتالي ممكن يكير إرهوها أيش مرة ثانية فالطالب يعطي اهتمام ويعطي أيش تنبيه لهذه النقطة وهذا الدرس الآن ننتقل إلى درس النداء طبعا المنادة هو عبارة عن اسم الذي تطلب إقباله والتفاته إليك بوساطة حرف من أحرف النداء بما أنه في عندي حروف للنداء إذا نتكلم عن حروف النداء في عندي الحروف هنقسمها لأربع أقسام في عندي حروف نداء للقريب في عندي حروف نداء للبعيد في عندي حروف النداء للقريب والبعيد وفي عندي حروف نداء للاستغاثة والندبة أنا ظاهر عندي على الحاشية على اليمين بعض أدوات النداء طبعا مكتوب عندي الهمزة وأي للنداء للقريب إذا هذه أدوات القريب في عندي آيا وهيا نداء للبعيد إذن هذه من أدوات البعيد في عندي إلياء تعتبر نداء للقريب والبعيد وفي عندي لو هي واو الاستغاثة والندبة زي وإسلاماء ومحمداء ومعتصماء هذه تعتبر واو الاستغاثة والندبة وتعتبر أداة نداء أعوض عن إلياء الآن نتكلم عن أنواع المنادة في كل درس النداء خمس أنواع مقسمين إلى قسمين في الإعراب يعني عندي الإعراب بتاع المنادة إما بده يكون منصوب وإما بده يكون مبني. لكن عندي خمس أنواع للنداء. في من الخمسة منهم منصوب وفي من الخمسة عندي منهم مبني. تعالتنا نشوف مين أنواع النداء الخمسة وكيف نفرق بينهم. وخاصة أن الطالب يلتبس على الأمر في أنه بقدرش يفرق بينه نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. والمضاف والشبيب المضاف. إحنا نحاول الآن نعطي بعض الشفرات بعض الطرق اللي تخلي الطالب يقدر ميز بين اللي هو النكرة المقصودة والغير مقصودة. والمضاف والشبيب المضاف لأنه يلتبس على الطالب هذا الأمر كتير. طب أستاذ إبراهيم في أحد الطلب يعني بيسأل كيف مات؟ إيش مقصود بيها يعني اسأله ها صح هي؟ كيف مات مثلا الرجل إحنا قبل شوية تكلمنا أن نقول كيف إذا تلت بفعل لازم يعتبر إعرابها حال تعتبر إيش حال مبني. في جملة الطالب كيف مات الرجل أو كيف مات؟ فالفعل مات يعتبر فعلا لازما. تمام؟ فهي كيف حققت فيها الشرط تليت بفعل لازم وهو مات فبالتالي أعربت كيف اللي هو اسم استفام مبني في محر نصب إيش حال. إن شاء الله بكون وصلت. إن شاء الله يا رب. طيب نستمر اللي هو عند أنواع المنادة قلنا المنادة له خمسة أنواع النوع الأول العلم المفرد والنوع الثاني اللي هو النكر المقصودة والنوع الثالث عندي المضاف والنوع الثالث عندي اللي هو النكر غير المقصودة وعندي النوع الرابع الشبيه بالمضاف. نتكلم عن واحد واحد من هدول الأنواع الخمسة بس قبل ما أتكلم عنه بالتفصيل بدي أنا أقسمهم لمجموعتين أو لجسمين. لو نرجع تاني على شاشة العرض نركز نشوف النقطة المهمة. في عند العلم المفرد والنكر المقصودة هدول النوعين يعني أول نوعين على الشخ الأيمن من شاشة العرض هدول إعرابهم دائما منادة مبني في محل إيش نصب. أما الأنواع الثالثة اللي هي على اليسار اللي هي المضاف والنكر غير المقصودة والشبيه بالمضاف. هدول دائما عرابهم شو منادة منصوبة. يبقى الطالب لازم يفرق بين نوع المنادة عشان يقدر إيش يعري بالمنادة لأن المنادة قد يكون مبني في بعض الحالات أو بعض الأنواع وقد يكون إيش منصوب في أنواع أخرى عشان هيك الطالب عليه أن يفرق ويميز بين كل نوع الأنواع المنادة الخمسة عشان يقدر إيش يعري بالمنادة إعرابا صحيحا سليما الآن النوع الأول اللي هو العلم المفرد. كيف أنا الطالب يميز بين العلم المفرد على السريع الطالب إذا كان في جملة النداء بنادي على اسم شخص أو اسم بلد فبالحالة هادي بيكون نوع المنادة إيش علم مفرد. أنا بتكلم عن علم يعني اسم شخص واسم بلد. يبقى نداء الأشخاص ونداء اللي هو أسماء البلدان تعتبر نداء اللي هو علم مفرد يبقى كم مرة عشان أميز المنادة العلم المفرد عن غير منواع الخمسة أي منادة يكون اسم شخص أو اسم بلد بتمتلك يكون عندي المنادة نوعه على مفرد فبالتالي إذا كشفنا أنه على مفرد بصير إعرابه منادة مبني في محل نصب قد يبنى المنادة على الضم لأنه قد يبنى على ما يرفع عليه الاسم فقد يبنى على الضم إن كان مفرد وقد يبنى على الألف إذا كان المنادة مثنى وقد يبنى على الواو إذا كان المنادة جميع مذكر سالم يبقى الطالب دور اعتباله يبقى قد يكون مبنى على الضم أو على الألف أو على الواو الآن لما ياجه أقول يا محمدوه انتبه فالآن وبلاحظ كمان الطالب بلاحظ نقطة مهمة دائما بعد المنادة لازم يكون في عندي فاصلة يبقى هذه كمان نقطة مهمة جدا والطالب بيخدش بوله منها عشان ما يصيرش عنده لبس بين المنادة الكلمة والكلمتين لأنه في عندي المضاف الشيء بمضاف عبارة عن كلمتين والنكرى مقصودة والغير مقصودة والعلم مفض عبارة عن كلمة فالطالب عشان يقدر يميز بين الكلمة والكلمتين في المنادة دائما من علامات الترقيم يتم توظيف الفاصلة دائما بعد المنادة وإن في عندي منادة لازم يكون في عندي فاصلة بس بدي أستثني بعض الاستثنات من علام المفرد أنا بقيت بقول العلم المفرد هو اسم شخص واسم بلد لكن أستثني اسم الشخص المضاف أو المركب يعني زي عبدالله عبدالرحمن هذا لا يكون علام مفرد في النوع لا يكون علام مفرد في النوع ليش؟ مع أنه اسم شخص إلا أنه المركب من كلمتين عشان هيك هذا هنضيفه في المضاف هنتكلم عنه بالمضافة إن شاء الله كمان شوي إذا العالم المفرد تكون اسم شخص أو اسم بلد أستثن منه مين اللي هو الأسماء المركبة أو الأسماء المضافة زي إيش عبد الرحمن وعبد الله وهكذا طيب هذا بالنسبة للعالم المفرد الآن نتقل للنوع الثاني النكرة المغصودة طبعا أنا عندي في شاشة العرض الآن هتظهر كاتبين اللي هو إيش عن النكرة المغصودة وهي النكرة التي قصد اللي هو منها ذات الشخص على شخص معين أو نداءه على شخص معين فهذه بنسميها نكرة المغصودة الطالب بده يلتبس في المعنى لأنه النكرة غير مغصودة أنا بنادي على شخص بهش طريقة غير معينة فهنا الطالب حيقع في شكلية مش حيقدر يميز أنا بأقول للطلاب عشان يقدر يميز بين النكرة المغصودة وغير المغصودة بتتبع الطرق الآتية أول شيء إذا كان المنادة عبارة عن كلمة واحدة ودل على مهنة ها كمان مرة طلابنا وطالباتنا انتبهوا لهذا النوع إن كان المنادة كلمة واحدة ودل على مهنة وكان عليه ضمة أو ضمة أو كان فيه ألف ونون أو كان فيه واو ونون يعتبر نكرة مغصودة كمان مرة أبدأ عيد الشفرات أو الطرق اللي بتخلينا ميز بين النكرة المغصودة وغير المغصودة بالشكل عشان الطالب بالمعنى صعب عليه أو يصعب على الطالب التمييز بين النوعنا دول بالمعنى فالطالب بالحاول قدر الإمكاني ينظر للشكل ويفرق بطريقة الشكل كمان مرة إذا كان المنادة كلمة واحدة ويوجد عليه ضمة وأحيانا يدل على مهنة ها ويوجد ألف ونون المثنى ويوجد واو ونون الجمع إذا وجد في أحد الجمل أو في أحد الكلمات المنادة هذه الأمور التي تكلمت عنها بيكون عند النكرة مغصودة سأعطي أمثلة للأنواع كلها الآن في النكرة مغصودة إذا ماجه أقول يا مزارعو إزرع الأرض فيا مزارعو أول حاجة هي كلمة واحدة ثاني حاجة عليها ضمة يا مزارعو ثالث حاجة دلت على مهنة تمام فكلمة مزارعو فتكون عندنا كرأيش مغصودة أو أقول يا مزارعان إزرعاء الأرض فيا مزارعان هي عندي اسم مهنة وهيا عندي كلمة واحدة وهي انتهت بألف ونون فبالحال هذه بدأت تكون برضو نكرة مغصودة أو يا مزارعون إزرعوا الأرض فجملة أو كلمة مزارعون هي عندي دلت على مهنة وهي كلمة واحدة وأيضا انتهت بوا ونون إيش الجمع فالطرق هذه بتخلينا ميز بين النكرة مغصودة ونكرة غير مغصودة لأن الطالب كثير بيقع في هذا النقطة وخاصة بيجيبه في الامتحنات اللي هو كلمتين أو كلمة ومنادة وإيش نوع المنادة فيها فالطالب بيحتار في أمر النكرة مغصودة غير مغصودة الدليل اللي هو العيني هو الأوضح والأسلم للتمييز بين التنين بعدين النكرة مغصودة عبارة عن منادة مبني بينما النكرة غير مغصودة عبارة عن منادة منصوبة هذا لو طولب مني كمان إعراب يقول الطالب لازم يفرق بين دولي النعيم الآن نتقل للمنادة المنصوب ها احنا اتكلمنا عن أن المنادة المبني في محل نصب وهو العلم المفرد والنقرة المغصودة وشفنا كيف الميزует التنين إذن كمان مرة العلم المفرد ديكون اسم شخص واسم بلد السثني اسم المركل والنقرة المغصودة بتيكون بدلعم هنا ديكون كلك cierمة واحدة يوجد ضمة وأحيانا يوجد بالألف ونون وأحيانا يوجد أشواء ونون الجميع الآن نتقل للمنادة المنصوب عندي المناада المنصوب ثلاث أنواع أو النوع الأول منه المضاف والنوع التاني شبيه بالمضاف والنوع الثالث النكر غير المقصودة خلينا نخلص من النكر الغير المقصودة عشان إيش مرتبطة في النكر المقصودة للتمييز بينهم طبعا النكر المقصودة هي النكر الباقي على إيهاء بهامها وشيوعها ولا تدل على معي أو مقصود بعينه عشان هيك الطالب بالمعنى مش هيقدر يميز إلا بطريقة إيش الإعراب أو طريقة الشكل فبنقول للطالب المنادة نكر غير مقصودة يجب أن يكون كلمة واحدة ويجب أن يكون يجتمل على تنوين إن كان مفردا ويجب أن يكون التنوين تنوين فتح تمام وأو يوجد ألف يأ ونون المثنى أو يوجد يأ ونون جميع المذاكر السهل كمان مر عشان أميز النكلة مقصودة عن غير مقصودة تكلمنا قبل شوية عن مقصودة وشفنا كيف إيش نميز فيها الآن كيف أميز النكلة غير مقصودة بدون يكون عند كلمة واحدة بدون يكون على كلمة الواحدة هذه تنوين ولا يكون إلا تنوين فتح إن كانت الكلمة مثنة بدوكون عندي يا ونون المثنة في النقرة المقصودة بدوكون عندي ألف ونون المثنة في النقرة الغير مقصودة بدوكون عندي يا ونون المثنة يبقى هناك بدوكون ألف ونون هنا بدوكون يا ونون في النقرة المقصودة بدوكون عندي ونون الجميع الآن في النقرة الغير مقصودة بدوكون عندي يا ونون الجميع إذا ندي كلها دلائل بالدليل على مين على الفريق بين التنين طبعا النقرة مقصودة كلمة والنقرة غير مقصودة كلمة واحدة تمام زي ما نجي نقول يا مزارعا إزرع الأرض أصبحت كلمة مزارع قبل شي فالنكر المقصودة قلنا يا مزارع الآن قلنا يا مزارعا أو يا مزارعا يعني بجوز أقول يا مزارع بالفتحة واجوز بأن أقول إيش يا مزارعا بتنوين الفتح طيب بنفع أقول إيش يا مزارعين إزرعاء الأرض فيا مزارعين هي هكي المواحدة وهي يوجد عندي يا ونون المثنة بردك هذه ناكل غير مقصودة يا مزارعين برضو هذه انتهت بيأوانون الجمع إذن المنادب انتهت بيأوانون الجمع أو يأوانون المثنى أو تنوين فتح أو فتحة بيكون نكرة إيش غير مقصودة هذه أكتر طريقة بيقدر طالب يميز بين النكرة ومقصودة وغير المقصودة فيها الآن المضاف والشبيل المضاف بالنسبة للمضاف والشبيل المضاف أول حاجة لو لحظنا الثلاثة نواعة تكلمنا عنهم قبل شوي كلهم كانوا كلمة واحدة كلمة واحدة أما المضاف والشبيل المضاف هو عبارة عن كلمتين لكن عشان نطلع من دائرة اللبس في هذا الموضوع يعني المضاف والشبيل المضاف كيف انميز بينهم وكيف نتأكد ان هذه مضاف والشبيل المضاف دائما بطلع على المنادة إن كان المنادة كلمتين دكون مضاف أو شبيل المضاف الآن باجل الكلمتين إن كان الكلمتين يوجد أو لا يوجد بهم نون المثنى لا يوجد بهم نون المثنى تعتبر هذا مضاف ولو يوجد بهم نون الجمع تعتبر برضك مضاف زي يا سامعي الخبر ها يا سامعي الخبري إذن هاي عندي كلمتين سامعي الخبر تمام وعندي الكلمة الأولى فش فيها يا المثنى أو يا الجمع آسئ نون الجمع إذن بالحالة هذه بيكون مضاف يا سامعي الخبر هاي عندي كمان جملة بتتكون من كلمتين إنه من هذا كلمتين سامعي الخبر وفش عندي نون المثنى في الحالة هذه برضو اعتبرناها مضاف ولما أجي أقول يا عبد الله يا عبد الرحمن برضك عندي كلمتين بيكون برضو إيش عندي مضاف ووحيي أني بيكون حضرت لي فتحة الكلمة الأولى ولا يوجد تنوين فتح في المضاف لا يوجد تنوين فتح في المضاف الآن نجل لشبي المضاف على العكس تماما أول حاجة كلمتين وبدو يوجد عندي تنوين فتح هنا قلنا يا سامع ها يا سامع الخبرة أو آسف يا سامع الخبري فإعراء اللي هو سامع كانت منادى مضاف سامع الخبري ليش لأنه كلمتين والكلمة الأولى عليها فتحة الآن يا سامع عن الخبرة ركب التنوين وجود التنوين قداني شبيه بالمضاف إذن يا سامع الخبري هادي مضاف لكن يا سامع عن الخبرة هادي شبيه بإيش بالمضاف يبقى عشان الطالب ميز بين المضاف والشبيه بالمضاف المضاف لا يوجد فيه تنوين اطلاقا. اما الشبيب المضاف هو الذي يشتمل على ايش تنوين. للنوع التاني المضاف لا يوجد فيه نون المثنة ولا يوجد فيه نون جمع المذكرة السلم. اما الشبيب المضاف يوجد فيه نون المثنة وهيجت فيه نون جمع المذكرة السلم. اليمكن ما ناجه نقول؟ يا سامعين الخبري. يا سامعين خبرة. theology THAT is. يا سامعين الخبرة. في الحالة هذه عندي كلمتين وعندي اللي هو نون الجمع ظهرت. يبقى هذا بكون شبيب ايش بالمضاف. يا سامعين الخبرة. هاي كمان عندي ظهرت نون المثنى. فهذا شبيب المضاف. يبقى عشان اميز بالمضاف. وشبيب المضاف كمان مرة. انا بدا ادي مثالين. اوضح فيهم اكتر. يا سامعي الخبري. هذا مضاف. يا سامعين الخبرة. هذا شبيب المضاف. يا سامعي الخبري. هذا مضاف. يا سامعين الخبرة. هذا شبيب المضاف. يبقى وجود التانوين. وعدم وجود التانوين هو اللي بيقول للفرق بين التنين او بين المضاف وشبيب المضاف. بس كمان نقطة اخيرة اعرج عليها في المنادى المضاف وشبيب المضاف. المنادى المضاف الكلمة التانية دائما تعرف ايش مضاف اليه. مجرور. بينما الشبيه مضاف الكلمة التانية غالبا ما تعرف إيش مفعول به لأنه بدون الشبيه المضاف يعني المضاف الأولين بدون يكون إيش اسم مشتق يعني يا سامعي أو يا سامعين الخبر أو يا سامع عن الخبرة سامع عن اسم فاعل فما بعده إيش بدون يكون مفعول به لسامع تمام هيك نكون احنا نتكلمنا عن أنواع المنادة في عندي بعض الفواض وملاحظات نتكلم عنها على عجالة أول حاجة الفائدة الأولى نتكلم عن اللي هو حذف ياء النداء طبعا تحذف ياء النداء جوازا للتخفيف في بعض المواضع زي يجع عندي في 2014 أو 2015 جابوا لي قطعة ظهر في القطعة معشر الشباب أو معشر الأبناء سواء كانت معشر الشباب أو معشر الأبناء اندلت بالمعنى على وجود الياء وقبلة الياء يعني يا معشر الأبناء يا معشر الشباب هذه بتجوز فيها إيش حذف اللي هو ذات النداء في قوله تعالى يوسف أعرض عن هذا أيضا حذفت ياء النداء في أيضا اللي هو قول الشاعر فلسطين الحبيبة وكيف يحيا أيضا حذفت ياء النداء إذن يجوز حذف النداء جوازا يجوز يعني جوازا للتخفيف ها للتخفيف في بعض المواضع أو بعض المواطن هذه أول فائدة في فائدة ثانية نتكلم عنها اللي هو المنادى المعرف بأله قصة أيها وإيتها طبعا لو إحنا طلبنا من الطلاب ينادونا على محمود شو حيقولوا يا محمود نادى على أحمد يا أحمد نادى على محمد يا محمد لكن لو طلبت من الطلاب ينادو على كلمة الطالب أو العمال إيش حيقول يا أيها الطالب يا أيها العمال يا أيتها النفس يا أيتها الطالبة يبقى الطالب راح يستخدم عندي أيها وأيتها لو سألنا سؤال زكاء متى تستخدم أيها وأيتها في النداء تستخدم أيها وأيتها في النداء إذا كان المنادى معرف بأله كلمة أحمد كلمة محمود مفيش فئال للتعريفة فأنا دينا مباشرة يا محمود يا أحمر لكن tengan più ومحلى بال وبين أداة النداء يبقى الطالب بأخذ باله أنت تستخدم أيها أو أيتها ما إعرابها فإعراب أيها وأيتها وصلت نداء وهي حرف مبني لا محل لهم من العراب ولو بدأ فصلها يعني أكسمها قسمين أي لحال والهاء لحال فبدأ دين إعراب أي مناء وصلت نداء حرف مبني لا محل لهم العراب والهاء حرف للتنبيه أما المنادة ما بعد أيها يعني يا أيها المؤمنون دكون إعراب المؤمنون هي المنادة عشان الطالب ما يقعش في اللبس هذا كلمة أيها لا تعرب منادة بل وصلت نداء حرف مبني على الضم لا محل لهم من العراب ولا حرف للتنبيه أما ما بعدها يعتبر منادة ولا تأتي أيها ويتها إلا مع المنادة المعرف بإيش بأل الآن الفائدة التاتة نتكلم عنها اللي هي كلمة اللهم وبركزه عليها كثير وقد تأتي في صوب الخطأ قد تأتي في صوب الخطأ الآن فلما نقول اللهم أغثنا كلمة اللهم أصلها يا الله فحذفت هنا الياء وعوض عنها لكن كلمة يوسف أعرض عن هذا حذفت الياء دون تعويض لكن اللهم أغثنا حذفت الياء وعوض عنها بميم فأصلها اللهم أصلها يا الله أصل اللهم يا الله بيجيني في الامتحان بيجيب لي صوب بيقول لي يا اللهم أغثنا طيب كيف أصوبها إما بحذف الياء وبقول اللهم أغثنا وإما بحذف الميم بقول يا الله أغثنا ليش؟ لأن الميم عوض عن ياء محذوفة كيف أنا أجيب إشي موجود أو أحذف شيء ودليل عنه موجود عنه بجيشتين مع بعض يعني الميم والياء لا تأتي معا لأن الميم عوض عنها كيف أن عوضت عنها وموجودة يبقى في الحالة هذه بحزف فإما الياء وإما الميم تمام هذه النقطة الثالثة بالنسبة لآخر نقطة تتكلم عنه في درس المنادة عشان نتقل البلاغة بعد الفاصل اللي هو نتكلم اللي هو عن النداء لياء المتكلم لما أنا بدي أنادي على اسم يا متكلم يعني زي يا ربي فبيجوز عندي ثلاث شغلات أو ثلاث ندقات أو ثلاث أمور المتكلم أو الاسم المتكلم زي يا ربي بجوز في عندي ثلاث نقاط بجوز أقول يا ربي بتسكين الياء وبجوز أقول يا ربي يه بفتح الياء وبجوز أقول يا ربي بالشدة يعني بحث في الياء إذن كما مرة عند ندائك على أمك ماذا تقول بقول يا أمي بالياء الساكنة ويا أمي يه بالياء المفتوحة ويا أمي بالشدة والكسرة يعني بدون الياء إذن بجوز عندي في نداء الياء المتكلم أو المنادى المضاف الياء المتكلم ثلاث أمور. إذن عند نداء الاسم المضاف الياء المتكلم يجوز فيه ثلاث نقاط أو ثلاث أمور ابقاء الياء ساكنة وابقاء الياء مفتوحة وأيضا حذف الياء ويعوض عنها بشدة وكسرة. دليل على العوض. هيك من نكون نحن خلصنا نحو اليوم. حاولنا قدر إمكان طلابنا وطالباتنا اللي هو نوفي قدر إمكان بعض الدروس المهمة. وتكلمنا عن بعض النقاط المهمة اللي يركز عليها الطالب. وعطينا بعض الدلائل والطرق اللي يميز بنا الطالب بالنقاط في الحال وكيف يحول الحال لنعت وكيف كمان المنادى النكر مصودة وغير مصودة ميز بينهم والمضاف والشبيب المضاف. نتمنى نكون لصلة الفكرة. ننتقل بعد الفاصل إن شاء الله تعالى إلى البلاغة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله أكيد طلابنا العزاء ومستمعينا ومتابعينا بعد فاصل قصير نستريح وإياكم ومنخد رأي حلقتنا جامعة كل الفلسطينيين جامعة فلسطين لا تذهب بعيدا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أوقات عصيبة ولكنها إن شاء الله بكون كل خير وبركة على طلبتنا أوقات قصيرة تفصلنا على الامتحانات ولكن على قدر المستطاع إن شاء الله نحن نحاول نلبي رغباتكم وتلخيص المواد الشاملة معنا. اليوم رجعنا وإياكم وأمس رجعنا حلقة اللغة العربية عن القواعد والآن سنستكمل إن شاء الله عن البلاغة مع على أستاذ الفاضل إبراهيم الدائي أهلا وسهلا بك سيد زمان حياك الله نتواصل من جديد طلابنا الأعزاء مع الآن مع البلاغة حاوة قدر الإمكان نجمل البلاغة بكل اشتفاصيلها طبعا من ننبه قبل من نبدأ في البلاغة البلاغة عليها في الأدبة اللي هو أربعة عشر درجة في طلاب العلمي عندهم البلاغة عليها عشر درجات يبقى عشان ننبه بس من ببن التنبيه البلاغة في الورقة الثانية في الفرع الأدبة عليها أربعة عشر درجة والطلاب العلمي في ورقتهم الواحدة اللي هو عليها إيش عشر درجات طبعا البلاغة مشتركة بين أدب العلمي نفس الشيء ما فيش فيها إشي محذوفة إشي ملغي عشان كالطالب يعطي اهتمام فيها لأنه عشر درجات أو أربعة عشر درجة مهم جدا للطالب طيب نتكلم عن البلاغة أول شيء نحن نتكلم بالنسبة للبلاغة عن المحسنات البديعية المطلوبة بنا بالنسبة للمحسنات البديعية عندي المحسنات البديعية بتنقسم لقسمين في عندي محسنات بديعية لفظية وفي عندي محسنات بديعية معنوية أنا مطلوب مني المحسنات البديعية المعنوية بالنسبة للمحسنات البديعية المعنوية لو عرضنا على شاشة العرض وشوفنا البلاغة على شاشة العرض في عندي اللي هو تنقسم لقسمين في عندي المحسنات البديعية المعنوية التورية وفي عندي إيش التقسيم في عندي التورية وفي عندي التقسيم نبدأ في حاجة حاجة نتكلم عن التورية أول حاجة طبعا هي عبارة عن محسن بديعي معنوي وهي كلمة لها معنيان معنا قريب غير مراد ومعنا بعيد مراد يبقى كما مرة لو سألني على تعريف التورية سأقول له محسن بديعي معنوي وهي كلمة لها معنيان معنى قريب غير مراد ومعنى بعيد مراد لو سألني أو طلب مني يصير الجمال البلاغة أو الفائدة أو الغرض هو الصراحة من سنوات 2014 و15 و16 تطورت نظام الأسئلة فتلاشت التعريفات لكن قد يرد قد يرد يعني في 2017 في 2017 الكمال اللي يقدموه قبل 3 شهر تقريبا جابوا سؤال عرف الإيهام بس نعطي كمان تنبيه التورية لها اسم ثاني أو مثمى ثاني اللي هو تسمى أيضا بالإيهام كما مرة لو قال لي عرف الإيهام وذا جابوه في 2017 في الاكمال عرف الإيهام الإيهام هو التورية يعني لو قال لي عرف الإيهام يعني كانوا بقول لي عرف التورية فالتورية هي الإيهام والإيهام هو التورية كما مرة للتعريف لو إجاء تعريفه غالبا مش حاجة للتعريف لكن بحالة جاء التعريف الطالب يكون عارف تعريف التورية أو الإيهام فالتورية هو الإيهام وهو عبارة عن محسن بديع معنوي وهي كلمة لها معنيان معنى قريب اللي هو غير مراد ومعنى بعيد لو طلب مني أو سؤالني عن سر الجمال أو الفائدة أو الغرض أو القيمة البلاغية بيديني الجواب لكل البلاغة يعني أو لكل التورية هي الإثارة والفكاهة وإعمال الفكير وحسن التخلص من الكلام الآن بالنسبة للتورية في عندي أنا طبعا في الكتاب وارد 12 كلمة طبعا عشان العجالة وضيق الوقت الـ 12 كلمة فيش غيرهم بنسألش عن غيرهم يعني لا تخرج التورية عن غير الكتاب فالطالب ركز على 12 كلمة وجودة في الكتاب كالمثال يعني يبدأ ديك مثال للطالب عشان الوقت بديش أقدر إيش أنا أغطي أغطر من هيك بالنسبة لليقولون الشاعر بيقول يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بالو شوقي اليوم أصبح باردا عندي التورية بكلمة شوقي في كلمة الشوقي المعنى القريب الغير المراد لكلمة شوقي هو الشوق والحنين والمعنى البعيد اللي هو كلمة شوقي هو الشاعر أحمد شوقي تمام يبقى الطالب يركز على المعنى القريب والمعنى البعيد ولو الطالب عكس المعنى القريب والمعنى البعيد بحطوله غلط في الامتحان والتورية عليها درجتين يعني لو الطالب كتب التورية في كلمة شوقي مثلا لو إجت هي وكتب شوقي وكتب المعنى القريب غير مراد كلمة الشوق الحنير. وبعيده المراد هو الشاعر أحمد شوقي. بالتالي يعطيني إيش بأخذ درجتين. لكن لو عكس بأخذ سفر. فالطالب يعطي باله. يعني لا درجتين في درجات. عشان هيك يبدو يعطي باله. ما يخربطش بين البعيد والقريب. هذا النقطة. هذا بالنسبة للتويلة وعليها درجتين. بالنسبة للتقسيم. أحياناً وإحنا كنا منصلح. يعني أن نلاقي الطالب كاتب المعنى القريب الغير المراد. بسا الشاعر أحمد شوقي. والمعنى البعيد المراد اللي هو شوق يعني يعكس الطالب. مش في ترتيب الجملة. فعشان هيك لو عكس الطالب بهذا النقطة فبدييني إيش في الحالة هذه بعطيني إيش إجابة خاطئة. فإحنا نعم نعم نتعامل مع لا صح لا خطأ في النقطة هذه. أما التقسيم هو النوع التالي محسنية البديعية المعنوية. طبعاً لو طلب مني تعريفه يعني كانوا في 2011 و12 في النمزنج القديم كانوا يجلبوا تعريفات. قد يأتي التعريف. برضو التعريف يعني من الأشياء المهمة في التقسيم هو محسن بديعي معنوي ويقصد منه استيفاء المتكلم لجميع أقسام المعنى أو الشيء. كما مرى لو طلب مني تعريف التقسيم. هو محسن بديع معنوي. يقصد منه استيفاء المتكلم لجميع أقسام المعنى إيش أو الشيء. الآن بالنسبة للفائدة أو الغرض البلاغي أو القيمة الفنية أو سر الجمال تقسيم هو حصر الجوانب المعنى وترتيبه أو حصير جوانب المعنى وترتيبها في ذهن السامع هذا صح هذا صح كما مرة لو طلب مني فائدة بلاغية أو غرض بلاغية أو سير جمال أو قيمة فنية الإجابة بدأ تكون حصير جوانب المعنى وترتيبه طبعا بالنسبة للتقسيم برضو عليه درجتين الطالب بدراعي هذه النقطة وحاجة دقول قسم اللي هو دكتب اسم الذي قسم إن كانت أي قرآنية دكتب قسم الله إن كانت حديثه النبوي شريف دكتب قسم النبي إن كان مديني بالشاعر ديقول قسم الشاعر إن كان مديني مقول أو جملة بيقول قسم الكاتب يبقى لازم الطالب يكتب قسم الشاعر أو الله أو النبي أو الكاتب قسم شو باخد داما في أول كلمة في التقسيم مثلا قال زهيري بالنبي سلمة فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء إذن أنا باخد أول كلمة في الجملة المعطينية فعندي مثلا كلمة الحق بقول إذن قسم الشاعر الحق إلى باجي بعد الآن بشوف في المعنى كم حاجة مقسمة عندي في المعنى الظاهرة فإن الحق مقطعه ثلاث ومخششت بقول لي ثلاث يبقى تقول قسم الشيء إلى ثلاث أشياء أو ثلاث أمور فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء يبقى بدون عندي الطالب بدون يقول في الإجابة قسم الشاعر الحق إلى ثلاث أقسام ولازم يقفل لا رابعة لهم لا رابعة لهم مذكور في الجملة يعني لا رابعة لهم وبذكر اللي بعدها الطالب لازم يذكر إيش هي الشغلة الثلاثة المذكورة يعني بدون يقول واحد يمين اثنين نفار ثلاثة إيش جلاء يبقى الطالب بدون راعي هذا النقاط دوك دوك قسم الشاعر الحق إلى ثلاث أقسام لا رابعة لها وبعدها بدون يقول إيش يذكر الشغلات هذه الرجال واحد اللي هو يمين اثنين نفار ثلاثة إيش جلاء هذا النقطة مهمة جدا الطالب ينتبئ إليها وعليها درجة الآن نتكلم عن الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشائي أحيانا بطلب مني تعريفات فالأسليب الخبرية والأسليب إنشائية بطلب أحيانا مني إيش تعريفات بالنسبة للأسليب الخبرية هي قول يحتمل الصدق أو الكذب لو شوفنا عشر شط العارض عندي الأسليب الخبرية يعني قول يحتمل الصدق أو الكذب نعم تمام هذا بالنسبة لتعريف الخبر أو الأسلوب الخبري أما الإنشاء أو الأسلوب الإنشائي هو قول لا يحتمل الصديق أو الكذب في حالة قل عرف في حالة قل عرف طبعا مواسرة البلاغة أول سؤال بيجيب لي ثلاث نقاط اختر بعدها بيجيب لي سؤال التورية بعدها بيجيب لي سؤال إيش التقسيم تمام؟ بعدها بيجيب لي سؤال أكتب الغرض البلاغي للأسليب الإنشائية الطلبية على الترتيب عشان الطالب ينتبه على الترتيب بيجيب لي أربع جمل أو أربع أبيات شعر أو أربع عبارات كل عبارة تشتمل على أسلوب هو بيكون محدد لي على الترتيب يعني بيطلب مني الأمر والنهي والاستفهام وإيش والنداء بده أغراضهم على الترتيب شو يعني على الترتيب؟ يعني الجملة الأولى بدي غرض الأمر منها الجملة الثانية بدي غرض الاستفهام منها الجملة الثالثة بدي غرض النهي منها والجملة الرابعة بدي غرض النداء منها عشان إيك؟ الطالب والطالبة بدون نركزوا على مين؟ على أنه هذا على الترتيب يعني لكل جملة بالترتيب إيش حسب مطلوب مني الآن بالنسبة لسلوب الخبرين ما نجي نقول محمد نشيد فأخبرنا أنا محمد نشيد أما للسلوب إنشائي هنتكلم عنه بالتفصيل الآن لو شوفنا في شاشة العرض مكتوب عندي الانشاء الانشاء يعني إيش؟ يعني السلوب الإنشائي ينقسم الانشاء إلى قسمين عندي إنشاء طلبية يعني سلوب إنشائي طلبية وفي عندي أسلوب إنشاء غير إيش طالبي أما الأسليب إنشاء طلبية أحيانا بطلب مني مثل في جملة أسلوب إنشاء طلبي بصيغة النهي أو أسلوب إنشاء طلبي بصيغة الأمر يعني الطالب د Fingerstein عنده مثال لكل واحد من هذه الأسليب وهذا أسليب ساذج أو ساهل أو بسيطة يعني بمقدور الطالب أن يجيبها بشكل سهل فلأسليب إنشاء بس الطالب دميز بين الطالب وغير الطالب لأنه يجيب الإخطار حيانا بجيب لجميع ما يلي من السليب النشائية الطلبية عدى واحد فالطالب لازم يكون عارف مين هي السليب النشائية الطلبية ومين هي السليب النشائية أياش غير الطلبية السليب النشائية الطلبية عددها خمس سليب هي الأمر والنهي والإستفام والتمني والنداء وحنأخذ منهم أول أربعة أو أربعة سليب بينهم حنأخذ منهم أغراض بلاغية حنتكلم عنهم بالتفصيل عندنا كمان شوي هذا بالنسبة لأن السليب النشائية الطلبية أما السليب النشائية الغير الطلبية في عندي ست أسليب عندي أول حاجة للمدح ودائما بيكون معا نعمة وحبذة وفي عندي الذم ودائما بيكون معا بئسة ولا حبذة وفي عندي سلوب القسم اللي هو الفاظ القسم سواء كان نصا صريحا أو غير صريح والله طالله بالله لعمرك لعمر الله لعمري أي من الله يمين الله في عهد الله في ذمتي في عنقي أي لفظة من الفاظ القسم بيكون في الجملة بيكون إن شيء غير طلبي في عندي اللي هو أربع صياغ العقود طبعا صياغ العقود ست كلمات وكل ما كتب في عقد أو كل ما يكتب في عقد بين طرفين يعتبر صيغة عقود عقد البيع وعقد الشراء وعقد الأجار والاستئجار والزواجي وعفانة بالله تعالى من الطلاق إذن عندي صيغة العقود نتكلم عن صيغة العقود يعني أي شيء يكتب بين طرفين في عقد معين نسميه صيغة عقود ويعتبر صيغة العقود سلوب إنشاء غير طلبي زي باعة واشترى وأجرى وصأجرى وزوجة وطلقة أما السلوب الغير طلبي الخامس وهو التعجب وعند التعجب صيغتين صيغة ما أجمل وصيغة أجمل به زي ما أجمل السماء وزي أكرم بجارك طيب عند الصيغة السادسة والأخير الأسلوب الغير طلبي هو صيغة الرجاء اللي هي لعل وعسى لعل الله رحمنا عسى أن ينجح الطلاب وهكذا إذن دائما اللي هو الطالب بيشوف لعل أو عسى بكون رجاء بيشوف كل ما وزن ما أفعل أو أفعل به بيكون تعجب بيشوف كل ما في الجملة باعة واشترى والأجرى والسأجرى وأيضا اللي هو زوجة وطلقة بالديني اسلوب الشيغ غير طلبي صيغة عخود ولفظات القسم أو الفظل القسم بالديني اللي هو اسلوب الشيغ غير طلبي قسم ونعمة وحبزة اسلوب الشيغ غير طلبي مدع وبئسة ولا حبزة اللي هو اسلوب الشيغ غير طلبي أيضا يبقى عشان طالب ميز بين الأسلوب إنشاء الطلب وغير الطلبي اللي هو يفارق بين هذه الأسليب ويعطي المثال لكل واحد. لأنه يطلب بينه غالبا في مثل الآن ننتقل للأسلوب الخبري بالنسبة للأسلوب الخبري نحن نتكلم عن نقطين فيه ودائما الأسلوب الخبري لو لاحظنا عن نمازج ابتحانات لو الطالب عنده اطلاعه واطلع على نمازج ابتحانات السابقة هيتضح إله أو يلاحظ أنه أول سؤال في البلاغة دائما في إختار حاجبوه على غرض الخبر. وتاني سؤال على ضرب الخبر. يبقى عندي أول سؤالين في إختار كالعادة وكمجارة العادة بيسألني على الخبر وبيسألني على ضرب الخبر ممكن جملة أو بيت شعر أو آية أو حديث أو كذا يقول لي ما غرض الخبر في الجملة الآتية. وبديني خيارات. يبقى الطالب لازم يركز على غرض الخبر وضرب الخبر حينسئل عن الغرض وحينسئل عن مين عن الضرب. إحنا حنتكلم عن أول شيء غراض الخبر. حقسم أغراض الخبر لقسمين. في عندي أغراض الخبر قد تكون أغراض الخبر حقيقية وقد تكون أغراض الخبر بلاغية تكون حقيقية في الجمل وتكون بلاغية عشان الطالب يركز. تكون حقيقية في الجمل العادية وتكون بلاغية في أبيات الشعر والآيات إذن كمان مرأي الطالب أو حاجة يبدو حدد. إذا مديني جملة ولا مديني آية أو بيت شعر إذا مديني جملة إذا مديني جملة إذا مديني أغراض حقيقي مدام حقيقي إلو نوعين إما بدو كون لازم الفائدة أو فائدة إيش الخبر كمان مرة الطالب يركز على النقطة إذا طلب مني غرض الخبر بدو كون إما الغرض حقيقي أو بلاغي بس ماكتبش في الامتحان أو قل لي غرض الخبر حقيقي الحقيقي بدو أكتب إما لازم الفائدة أو فائدة إيش الخبر أما البلاغي هنتكلم عنه شوي كمان مرة بالتفصيل نجعل الحقيقي الحقيقي بدو كون في جملة عادية تمام يكون غالبا في الجمل وفي عندي تعريف لللازم الفائدة طيب كمان مرة الحقيقة بدو يكون لازم الفائدة أو فائدة الخبر لازم الفائدة بدو يكون في الجمل وفائدة الخبر دو يكون في الجمل عشان أفاني قبل لازم الفائدة وفائدة الخبر بدو يكون عندي في لازم الفائدة اللي هو ضمائر المخاطب اللي هو أنت وأنت وأنتما وأنتنا وأنتم يعني بخاطب إيش فلان أو سين من الناس أو بدو يكون عندي ضمائر الكاف ما هي أصلا ضمائر المخاطب المتصلة والمنفصلة إذا كمان مرة بدو يكون عندي في الجملة العادية ضمائر المخاطب سواء كانت متصلة أو منفصلة متصلة زي ضمير الكاف قد تأتي للكاف المفردة والمثنى والجميع زي إنك وإنكما وإنكم وقد تأتي منفصلة زي أنت وأنت وأنتم وأنتنا يبقى الطالب والطالب المراكز وعند النقطة أو حين نجد المتكلم المتحركة يبقى الطالب إذا وجدت في الجملة هذه الكلمات بدون يكون عندي إغرض الخبر لازم الفائدة زي ما نجي نقول أنت طالب النشيط أو أنت طالب ناجح في جملة أنت طالب ناجح في عندي إجت جملة عادية وفي عندي أنت فهذا دليل على لازم إيش الفائدة لو طلب مني تعريف لازم الفائدة بأقول له لازم الفائدة هو إعلامك المخاطب بعلمك بالحكم ها كمان مرة لو طلب مني تعريف لازم الفائدة في الامتحان بأقول له هو علمك أو إعلامك المخاطب أو إخبارك المخاطب بعلمك بالحكم أما لو طلب مني تعريف فائدة الخبر بأقول له هو إعلامك المخاطب بحكم جديد هو إعلامك المخاطب بحكم جديد بالنسبة لفائدة الخبر عشان أميز فائدة الخبر عن لازم الفائدة بد يكون عندي الجملة تخلو من الضمائر السابقة أي جملة تخلو من الضمائر السابقة يبكون عندي إيش اللي هو فائدة الخبر زي ما يجي نقول نحن طلاب الناجحون طيب حيجي الطالب يقولي طيب هاي نحن أنا عندي شرط أنا عندي شرط في لازم الفائدة لازم يكون الضمائر المخاطب وليس الضمائر المتكلم. أنا متعمد جبت نحنه. عشان الطالب يميز بين الضمائر المخاطب و الضمائر المتكلم. إذا في الجملة نحنه لا تعتبر لازم الفائدة. عشان يكون لازم الفائدة فقط ضمائر الخطاب لا غير. تمام؟ أما أي ضمير غير الكاف وغير أنت وأنت وأنتما لا يعتبر لازم الفائدة. عشان يمكن الطالب يكون مركز في هذه النقطة ومنتبئ إليها. الآن نتكلم عن الغرض البلاغي لغرض الخبر. كمان مرة غرض الخبر قد يكون الحقيقي وبلاغي. نتحدث عن الحقيقي. والحقيقي لازم يكون الفائدة أو فائدة الخبر. الآن نتحدث عن الغرض البلاغي. سنرى في شاشة العرض ، عندنا عدة أغراض بلاغية للخبر. يخرج إلى غرض بالاغي مع الآيات القرآنية وما الذي هو الشعر أو أبيات الشعر. في الصفحة التالية لشاشة العرض.، أغراض الخبر البلاغية. أول حاجة عند إظهار الضعف. عند إظهار الضعف. عشان الطالب أميز إظهار الضعف وقت يكون إظهار الضعف. عندي هما ست أغراض إظهار ضعف تحصر واساء وفخر ومدح والصرحام والصعطاف وحث على الساعة. عندي ست أغراض مطلوبة مني في الخبر. الطالب ده ركز بينهم. النقطة الأولى اللي هي إظهار الضعف. وقت يش أميز إظهار الضعف. كيف أعرف إذا في عندي دليل في الآية القرآنية المعطينية أو المعطين إياها أو في بيت الشعر الموجود عندي في دليل على ضعف زي وهنة زي ضعفة زي كلمة السقام زي كلمة مرض. يكون عندي غرض الخبر إظهار الضعف. زي قولي تعالى ربي إني وهن العذب مني واشتعل الرأس الشيبة. هي عندي آية وهي عندي كلمة وهن والوهن يدل على الضعف. إذن هذا بديني إيش الغرض إظهار الضعف. أما الغرض الثاني اللي هو التحصر والأساء. طبعا التحصر والأساء أي إنسان بفقد شيء بتحصر عليه. إذن عندي دليل على التحصر الأساء تكون فقد شخص عزيز. فقد شيء غالي. فقد الشباب. إذا عندي بيت شعر أو آية قرآنية تدل على فقد شيء تمام. بديني إيش الغرض تحصر وأساء. مثل قول الشاعر ذهب الشباب فما له من عودة أو من عودة. وآتى المشيب فأين منه المهرب. إذا عندي ذهب الشباب. في عندي في الصياق دليل على شيء فقدته. فقدت الشباب. فهذا بديني معنا تحصر وأيش والأساء. أما الغرض الثالث وهو الفخر. طبعا لما أنا بأفخر الفخر قد يكون ذاتي. وقد يكون إيش قبلي. الفخر الذاتي أو هتكلم فيه عن نفسي. اللي هو أنا. إذا بتكلم عن ضمير متكلم أنا. عشان يميز الغرض الفخر عن أغيره من الأغراض. بده يكون عندي دليل في الصياق أن أنا بتكلم عن نفسي. أو عن نحن. بفخر قبلي. بتكلم عن قبيلتي. عن عشيرتي. عن ربعي. وهكذا. إذا بيستخدم إيش ضمير نحن. أحيانا ما بكونش في الصياق. ليه أنا ولا نحن. يكون عندي ياء المتكلم. زي مكارمي. أو مكارم ناء. ناء الجميع. اللي عائدة على مفرد. زي أنا. وعائدة على جميع اللي هو نحن. إذا عندي في الصياق. عشان الطالب يقدر أميز. الفخر عن غيره من الأغراض. لازم يكون عندي دليل في الصياق. لأنه في عندي ضمير متكلم. سواء أنا أو نحن. أو ما دل عليهم. أو ما عاد عليهم. زي التاء والياء والناء المتكلمين. زي القول الشاعر. يعني قوم أعزنا الله بالإسلام. فإن ابتغينا غيره أذلنا الله. نحن قوم أعزنا. هاي النافي أعزنا. بتعود علينا نحن. إذا ندى فخر قبلي. أو بالقوم. إذا بدين إيش فخر. الغرض الرابع. اللي هو المدح. طبعا عكس الفخر. الفخر بفخر في نفسه. الذي يتكلم عن نفسه يكون فاخرا. أما من يتكلم عن غيره يكون إيش مادحا. إذا المدح يذكر محاسن شخص غيره. يذكر محاسن شخص غيره. ويأخلوا من ضمن متكلم. لأنه ما بتكلم عن نفسه. زي قول الشاعر كعب بن زهير في النبي صلى وسلم أو مادحا للنبي صلى وسلم. إن الرسول لنور وني صدقوا به مهند من سيوف الله. إيش مسلوله. فوصف النبي صلى وسلم ومدح النبي صلى وسلم. وتكلم عن النبي صلى وسلم. إذا لم يتكلم كعب عن نفسه يتكلم عن النبي. لذلك إيش اعتبرنا الغرض هنا مادح. أما الغرض القبل الأخير من الغرض الخبر البلاغية. اللي هو الاسترحام والاستعطاف. طبعا إحنا من اسمها الاسترحام والاستعطاف. في عندي تذلل. في عندي خضوع. في عندي سكوت في أو خضوع وانكسار وذل في السياق يدل على خضوع وانكسار. إذا قول الشاعر دعوتك عند انقطاع الرجاء. والموت مندي كحبل الوريد. الآن يستعطف هذا الشاعر ويدعو ربه مستعطفا مسترحما نفسه. فيقول دعوتك عند انقطاع الرجاء. لو تأمن في المعنى أنه في معنى الذل والخضوع وانكسار لله تعالى. فدعوتك عند انقطاع الرجاء. لما انسكرت على الدنيا وانقطعت به الأوصال والأحبال. بدأ الآن يستعطف ويسترح من رب العالمين. طيب. أما الحث على السعي. الآن هذا بنسميه التحفيز والتشجيع. يعني أنا طالب بقول له. بقول له شو أدرس. أنا بجيب له يا بصريقة الخبر. بقول له ما بتقدرش تنجح إلا زي عملت كذا وكذا. فبحفزه. فبعمله عشان يشعر. إذا فيه في السياق دليل على حث وسعي وتحفيز وتشجيع. زي قول الشعر وما نيلوا المطالب بالتمني. ولكن تؤخذوا الدنيا غلابة. ما نيلوا المطالب. إنت ما بتقدر تحقق المطالبك نفسي. أو أتمنى تنجح وتتمنى تخل الجامعة وتتمنى تتوظف وإلى آخره. ما بتتمنى وإخش هذه الأمور والشغلاته أنت قاعد في البيت. إذن اسعى عليك بالسعي الجاد المثمر. عليك بالدراسة المتابعة عشان إيش تتحصل على إيش أو تنال ما طلبته. إذن وما نيل المطالب بالتمنيا دي بدينا حث على إيش على السعي. وكأنه في السياق تضح لي في المعنى أن أنا قاعد بديك بعض الأمور التعزيزية الدفعة للأمام عشان إيش تحقق مطالبك اللي تتمنىها. هذا بالنسبة للأغراض الخبر. تكلمنا احنا على أغراض الخبر الحقيقية والبلاغية. الآن ننتقل إلى النقطة الثانية ومهمة جدا ضرب الخبر. ولا يكاد امتحان يخلو من في أسلط البلاغة من ضرب الخبر. حتكلم عن ضرب الخبر بالتفصيل. حتكلم عن أدوات التوكيد. بالنسبة لضرب الخبر. أول حاجة عندي ثلاث أضرب للخبر. ها كمان مرة. بدي الطالب أول حاجة يفرق بين غرض الخبر وضرب الخبر. حينسأل الطالب عن غرض وعن ضرب. بالنسبة لغرض كلمنا عنه قبل شوي بالتفصيل. الآن الضرب. الضرب بدي يكوني جواب واحد من ثلاثة. قد يكون الضرب إما ابتدائي وإما طلبي وإما إنكالي. أحيانا بيقول لي عرف. ها عرف الضرب الابتدائي. لو قال لي عرف الضرب الابتدائي بقول. الضرب الابتدائي هو الذي يستخدم مع إنسان خالي الذهن. لو قال لي الضرب الطلبي هو الذي يستخدم مع إنسان متردد. أما الضرب الانكاري هو الذي يستخدم مع إنسان منكرا للخبر. ها. هذا لو قال لي في حالة تعرف. أما كيف أميزهم عن بعض. أنا في جبل جملة. وقال لي ما ضرب الخبر فيها. كيف بدي عرف أنا ابتدائي ولا طلب ولا إنكاري في الحالة هذه بدي أطلع في الجملة على المؤكدات إن في الجملة تخلو إن كانت الجملة تخلو من المؤكدات فبكون ضرب الخبر هنا ابتدائي أما إن كان في الجملة يوجد أداة توكيد واحدة فبدي يكون ضرب الخبر طلبي أما إن كانت الجملة تستمل على مؤكدين فأكثر يعني أداة تين توكيد أو تلات أدوات توكيد بيكون بالديني ضرب الخبر إنكاري عشان أنا أميز بين ضرب الخبر الابتدائي والطلب والإنكاري الابتدائي يخلو من أدوات التوقيد البتة والطلب يوجد أدات التوقيد واحدة والإنكاري يستخدم أداتين أو أكثر للتوقيد هذه نقطة مهمة الطالب الآن مدام يعد أدوات التوقيد يتمل من أدوات التوقيد لازم يكون عنده خبرة في أدوات التوقيد يعني يكون عارف مين هي أدوات التوقيد تعال نتكلم عن أدوات التوقيد أول حاجة في عندي أدوات التوكيد بتكون أداء واحدة الطالب لازم يركز فيها عندي إذا في الجملة كانت موجودة إن أو أن تعتبر أداء التوكيد واحدة فبدين إيش ضرب الخبر طلبي يعني ما أجي أقول لك إنكم ناجحون فجملة إنكم ناجحون شو ما لها في عندي إن في الجملة وجود إن يعني أداء واحدة يبقى كم أداء عندي واحدة إذا إيش ضرب الخبر بده يكون طلبي لأنه في أداء واحدة لو أنا قلت محمد رسول الله أو لا إله إلا الله جملة لا إله إلا الله تخلوا من أداء التوكيد ولا دا التوكيد فيها جملة محمد رسول الله تخلوا من أداء التوكيد فبالتالي بده يكون ضرب الخبر عندي ابتدائي الآن إذا كان في عندي لام الابتداء في الجملة زي ما ظهر عندي على الشاشة في لام الابتداء لمحمد رسول الكريم وجود اللام زيادة الزيادة للتوكيد كل زيادة للتوكيد فزيادة اللام للتوكيد فتعتبر اللام حرف شو أداء التوكيد واحدة فبدين إيش اتضرب الخبر هنا إيش طلب في نون التوقيد أيضا تعتبر اذا التوقيد سنقول لقدرسنا أو أدرسنا جيدا أدرسنا إيه جيدا فوجود النون هو تعتبر اذا التوقيد واحدا أيضا أحرف التنبيه زي عندي ألا وأما وها وقد وأما الشرطية هذه برضو تعتبر اذا التوقيد زي ألا محمد ناجح تمام فتعتبر ألا هذه اذا التوقيد أيضا حروف الجر الزائدة وعشان تكون حروف الجرزادة لازم تصبخ بيش بنفي فزي عند الباء مصبوقة بنفي زي ما محمد براسب ليس محمد براسب وجود الباء مصبوقة بنفي مع اسم نكرة بعدها بالدين باء زائدة وجود الباء الزائدة للتوكيد يبقى الماء مع الباء وليس مع الباء تعتبر أداء التوكيد واحدة الطالب اعطي باله من هذا النقطة يعني ما محمد براسب الماء والباء مع بعض مش أداتين أداء واحدة فبالتالي بده يكون ضرب الخبر طلبي زي ما ليس محمد براسب ما محمد براسب ليس مع الماء أو ليس مع الباء وما مع الباء تعتبر أداء التوكيد واحدة أيضا السين تعتبر أداء التوكيد واحدة زي ستنجحون سينجح الطالب سينجح محمد وهكذا السين تعتبر أداء التوكيد واحدة يعني زي في الجملة في عندي سين واحدة ما عاش إشتاني معها من الأدوات بديني أداء التوكيد واحدة بديني طلبي الآن أيضا عندي من إذا سبقت بنفي من إذا سبقت بما زي ما نجح في المعركة من مقاتل تعتبر من مع ما أداة توقيد واحدة فيعتبر عندي ضرب الخبر هنا طلبي كمان عندي ضمير الفصل نقطة هنا مهمة جدا بين ضمير الفصل والضمير المنفصل طالب بالتبس عليه الأمر ضمير الفصل سمي فصل لأنه فصله المبتدأ عن الخبر إذن يقع ضمير الفصل بين مبتدئ وخبر يعني لو شرنا الضمير لن يتغير المعنى وبالدين معنى تام زي ما نجح نقول محمد هو ناجح جيموا وقرى الجملة محمد الناجح أداة معنى تام إذن وقعت هو بين محمد وبين ناجح أي فصلت بين المبتدأ والخبر في الحالة دي سميناه ضمير الفصل وجود ضمير الفصل بدين أداة توقيد واحدة فإن كان عندي ضمير فصل موجود بكون أداة توقيد واحدة طيب والأداتين كيف نميزهم الأداتين إما بكونوا اللام معقد زي لقد انتصر الحق أو أي أداتين يجوا مع بعض من أدوات اللي احنا ذكرناها قبل شوية عشاش طلعات يعني كل الأدوات التي ذكرناها إذا إجت لواحدها تعتبر ده التوقيد واحد إذا التنتين منهم إجوا مع بعض بيعتبر إيش أداتين التوقيد يبقى لو أنا مثلا قلت لو أنا قلت مثلا ألا إنهم هم السفهاء ألا إنهم هم السفاء هي عندي ألا وعندي إن إجا التنتين لو دعنا أقول إن محمد هو ناجح هي عندي هو ضمن الفصل وهي عندي إن هي عندي أداتين طيب إنكم ستنجحون هي عندي إن وهي عندي الصين يجوا مع بعض والله ستنجحون هي عندي القسم وعندي الصين وعندي النون وعندي والله مع بعض وهكذا إذا إذا إجت عندي الأدتين هدول مع بعض تنتين منهم مع بعض بديين إنكاري لو واحدة منهم لحالة إجت بديين إيش طلبي ولو واحدة إجت منهم بديين إيش ابتداء يبقى الطالب عشان ميز باليبتداء والطالب والإنكاري بدوا يعد إيش أدوات التوكيدين موجودة إيش في قلب الجملة المعطائلة هذا بالنسبة للأسلوب الخبري هيك بيكون إحنا تكلمنا عن الأسلوب الخبري والأسلوب الإنشاء الطلبي غير الطلبي وشفنا الفريق بين الطلبي وغير الطلبي وشفنا الميز بينهم وشفنا أضرب الخبر وتعرفنا عن أغراض الخبر سنتكلم إن شاء الله عن أسلوب الإنشاء الطلبية وأغراضها بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله أكيد يعني طلبتنا للعزاء سنستكمل وإياكم مع الأستاذ إبراهيم الداية بعد هذا الفاصل خصير لا تذهبوا بعيدا وجامعة كل فلسطينيين جامعة فلسطين حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد طلبتنا للعزاء مستمعين ومتابعين عبر قناة وإذاعة أماجر رياضية يعني حلقتنا الجميلة وشيقة برفقة الأستاذ أبو معاد الداية وحلقة جميلة في مادة اللغة العربية والبلاغة نستكمل وإياكم إن شاء الله نكسب أكبر كم من الوقت أهلا وسهلا بكم أستاذ أبو معاد حياكم الله أبو محمد يعني لا شك إنه يعني الشرح في الحصاص بيختلف عن الشرح عبر الهواء مباشر بالتأكيد طبعا نعم إلو جو الخاص غاد بكون طلاب وفي المناقشات وفي حوار نعم نعم قدر إمكان في فوق الله أعطيكم العافة كل احترام وكل تخدير لكم ولكم المدرسين الكرام نعود من جديد طلابنا وطلباتنا الكرام من جديد نواصل الآن نتكلم ما زلنا في البلاغة الآن نتقل للشق الثاني والأخير من البلاغة لأغراض البلاغية للأسليب الإنشائية الطلبية عندي طبعا أنا أربعة سليب إنشائية طلبية مطلوب مني أغراضها وبناتشوف الفرق بالأغراض وكيف الطالب يميز بالأغراض لأن هذه الأسليب الأبواع لأربعة درجات في البلاغة من اربعة عشر درجة يمكن لذيئا على اهتمام كثير لأنه أربعة درجات عليها فالطالب يهتب� لها وركز فيها لأنه خالبا الطالب يقع فيها لأنه يميزش بين غرض وغرض وكيف ميز بالأغراض البلاغية نقاط الأمكاني الآن حاول أن نعطي بعض الطرق بعض الشفرات وإمكانيات لذي الطالب يساعد الطالب فيها يقدر يعرف الغرض البلاغي لكل من الأسليب الآتية نشوف على شاشة العرض الآن يظهر عنا على الشاشة اللي هو أول حاجة الأغراض البلاغية للأسليب الإنشاية الطلبية أول حاجة الأمر سادسا الأمر يعني أسلوب الأمر بالنسبة للأمر تعريفه هو إحنا قلنا أسليب الإنشاية الطلبية ما بتيجي غالبا تعريف لكن في حالة إيجا التعريف تكون طريق عارف التعريف الطالب يكون عارف التعريف التعريف مش صعب يعني كتير بالنسبة لسلوب الأمر تعريفه وطلب الحصول على وجه الاستعلاء والإلزام طبعا معروف الذي يأمر يكون أعلى مكانه ويلزم من هو أدنى منه فهذه من شروط الأمر فيه استعلاء وإلزام استعلاء يعني أعلى مكانه ورتبة فالمدير يأمر المعلم والمعلم أمر الطالب والأب يأمره الإبن والله يأمر العباد والنبي يأمر الأمة لأن شو بالأصل في الأمر أن يكون الأمر هو الأعلى والمأمور هو الأدنى فعلى وجه الاستعلاء والإلزام ويلزم بما أنه أعلى إذن يلزم الأدنى منه هذا بالنسبة للتعريف أما صور وصيغ الأمر لا يكاد امتحان يخلو من صور وصيغ الأمر فعلى الطالب والطالبة أن يركز وينتبع لصور وصيغ سلوب الأمر إيش عن صور وصيغ سلوب الأمر؟ إحنا منقول كل فعل الأمر يعتبر سلوب الأمر هل فقط سلوب الأمر محصور فقط مع فلع الأمر؟ لا عندي أربع أمور تكون أسلوب أمر يبقى مش بس كل فعل الأمر أسلوب أمر في عندي أمور تانية بتكون أسلوب أمر شو زي شو؟ عندي أول حاجة فعل الأمر بكون أسلوب أمر هذا المعروف والمعهود عند كل الطلاب والطالبات عندي اتنين اللي هو المصدر العامل عمل فعل الأمر أو المصدر الذي يسد مسد فعل الأمر هذا برضو بديني أسلوب أمر عندي أيضا اسم فعل الأمر هذا برضو بديني أسلوب أمر وعندي أيضاً اللي هو الفعل المضارع المقترن بلام الأمر اللي أخذناها في الجزم التي تجزم الفعل المضارع إذن لام الأمر مع الفعل المضارع بديني سلوب أمر إذن كمان مرة في عندي صور وصيغ لسلوب الأمر إذن كل فعل الأمر سلوب أمر كل مصدر اللي هو سد ما سد فعل الأمر سلوب أمر وفي عندي الفعل المضارع مقترن بلام الأمر سلوب أمر وفي عندي اسم الفعل الأمر يعتبر سلوب أمر بالنسبة لفعل أمر زي أطيع والديك طبعا دي واضحة بالنسبة للمصدر عامل عامل فعل زي فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاع أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل ياسر صبرا أهل ياسر أو قول المعلم للطلاب لما يدخل الصف قيام أو جلوس أيضا برا بولدتي أو برا بولديك هذه كلمات إحسانا وبرا وصبرا وقياما وجلوسا هذه مصادر بمعنى الأوامر يعني هذه بمعنى قيام أو قومه جلوس بمعنى اجلسه وصبرا بمعنى اصبره وإحسانا بمعنى أحسنه فهذه المصادر أتت بمعنى الأفعال لذلك سميت مصدر عامل عمل فعل الأمر بالنسبة لفعل مدارع مختلفة بالأمر زي اللي تجتهد لتدرس لتدرسي لتجتهدي وهكذا بالنسبة لإسم الأفعال الأمر زي حية وزي مه وزي صح زي ما يقول حية على الصلاة بمعنى أقبل زي ما هذه كلها أسماء أفعال وهي عندي صار في الشاشة أسماء الأفعال الأمر بشكل كامل في عندي اللي هو حقصة ومه وحية ورويدك وآمين وإليك عني وعليك ودونك وأمامك ووراءك وهلمة وهك ومكانك وحذاري هذه كلها من سمي أسماء اللي هو أفعال الأمر يبقى تطالب لو شاف هذه الكلمات في الابتحان وطلب منه شو صورة السلوب الأمر هيقول له إيش اسم فعال الأمر الآن نتقل للغرض البلاغي للأمر أو أغراض الأمر البلاغية أول حاجة قبل ما نتكلم عن أغراض البلاغية لكل أسلوب غرض حقيقي وغرض بلاغي زي ما شفنا في الأسلوب الخبري غرض حقيق وبلاغي وشفنا البلاغي من هم الستة وشفنا الحقيقي اللازم الفادة وفادة الخبر كل الأسليب الأربعين معنا الأمر والناه هذا في عنا حقيق وفي عنا بلاغي دائما الحقيقي في الأمر يكون من الله للعبد ويكون من النبي للأمة ويكون من الأب للإبن تمام؟ أي شيء يلزم فيه أي شيء يلزم فيه من هو أعلى مكانة إلى من هو أدنى منه يعتبر أمر حقيقي فزي ما نقول من الله إلى العبد اللي هو ربنا بقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تمام إذن هذا يكون حقيقي زي ما نقول للنبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا من النبي للأمة إذن هذا حقيقي قول الأب لابنه ادرس إذن هذا أمر حقيقي تمام إذن اللي هو الأمر حقيقي غرضه حقيقي لا يكون حقيقي إلا زكاة من الله للعبد أو من النبي للأمة أو من الأب لابنه الآن نتكلم عن الأمر أو الأغراض البلاغية للأمر عندي أول غرض اللي هو الدعاء يكون من العبد إلى الله يكون من العبد إيش؟ إلى الله طبعا أنا عندي بس خطأ على الشاشة ظاهر هو من العبد إلى الله هو العكس المثال هو الخطأ اللي بدل وقيمه الصلاة زي رب شرح لي صدري يعني إحنا المثال يعني بدل وقيمه الصلاة بس من باب التنبيه والتنويه يعني في خطأ بس في المثال الظاهر على الشاشة بدل ما نكتب أقيمه الصلاة وآته الزكاة هذا هذا حقيقي بدنا نقول إيش؟ رب شرح لي صدري ويسر لي أمري فالإنسان يدعو ربه لا يأمر ربه بل يدعوه فنقول رب اشرح لي صدري اشرح لي صدري أنا لا أمر الله تعالى عز وجل حشان من ذلك بل أنا أدعوه فالغرض هنا إيش جاء أسلوب أمر على غرض الدعاء أما التمني التمني هو أمر لغير العاقل أي شيء غير عاقل أمره يكون تمني أتمنى منه أن ينطق زي المرجل يقول يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي سلاما دار عبلته واسلمي وعمي صباحا دارة عبلته كما مرأ يا دار عبلة بالجواء تكلمي من التي تتكلم الضار هل الضار عاقل لا أمر لغير عاقل بديني تمني أما الالتماس طبعا الالتماس يكون في نفس الرطبة يعني لما أنا بدي أمر زميلة أنا مش أعلى منه فبالتالي أنا ألتمس منه ولا أمره فهذا بديني الالتماس عشان أنا أميز الالتماس عن غير مناغرات البلاغية تكون عندي في الالتماس كلمات تدل على وجود الالتماس زي كلمة أخي زي كلمة شاعري زي كلمة اللي هو صديقي وعاذلي ونديمي هذه كلمات الخمسة إن إحنا شفناها أو زوجتي هذه كلمات الستة والخمسة إذا وجدت في بيت الشعر أو في الجملة المعطاة تعتبر التماس زي قول الشاعر في قصيدة المشرد عبد الكريم الكريم بيقول يا أخي أنت معي في كل درب فاحمل جرحة وصير جنبا إلى جنبي أو لجنبي هنا بيقول لي فاحمل الجرحة فاحمل الجرحة بأمور مين يا أخي إذا في عنديك المدالة فهنا الغرض بده يكون التماس بده يكون عندي إيش التماس أما الغرض الرابع اللي هو عندي النصح والإرشاد هو يقول من أكثر خبرة لأقل خبرة وجاء بصيغة إيش النصيحة زي ما يجي نقول شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما وإن كنت من أهل المشهوراتي فأنا بنصح فبدل على نصيحة فبنصحك للشخص أو الشاعر أنك إذا وقعتهم صيبة كذا وانت قلت للناس بيسألوك عن مشكلهم شاور الناس مش غضاء مش عيب إذن هذه من باب إيش النصيحة والإرشاد أما التعجيز هو تحدي لا يمكن فعله يعني لا أحد يستطيع أن يفعله مستحيل أن يفعله فداما بيأتي بكلمة هاتو وقتو تمام؟ هذه كلمة هاتو وقتو ما بيقدر أروني لا يستطيع الإنسان إيش أن يحقق هذا الفعل إذا بديني تعجيز زي القولي تعالى قل هاتو برهانكم واتو بصورة من مثله واتو بآية من مثله وكذا زي القولي الشاعر أروني بخيلا طال عمرا ببخلي وهاتو كريما مات من كثرة البذلي أروني وهاتو طبعا هذه شغلات ما بقدرش أجيبها يبقى بالديني إيش تعجيز إذا نطالب عشان ميز التعجيز يطلب منه فعل لا يمكن أن يفعله فتعجيزا له فبن الديني إيش يطلب مني شيء لا يحقق هذا بالنسبة لأسلوب الأمر الآن نتكلم عن سلوب الثاني اللي هو سلوب النهي طبعا كله سليبين شيء طلبية بالنسبة للنهي لو طلب مني التعريف هو طلب الكف هو طلب الكف عن وقوع الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام طبعا الأمر والنهي فيه استعلاء وفيه إيش إلزام طبعا للنهي صيغة واحدة اللي هي لا نهي زاد الفعل المضارع المجزوم لأنه لا نهي إيش دائما جازمة نتكلم الآن نتكلم في الصفحة الثانية نتكلم عن الأغراض تعت النهي كالعادة في غرض حقيقي وفي غرض بلاغي بالنسبة للغرض الحقيقي أيضا من الله للعبد ومن النبي للأمة وأيضا من الأب لابنه لما نجي نقول قال الله تعالى إذا ندى نهي حقيقي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤذي جارة إذا ندى نهي حقيقي قول الأب لابنه لا تلعب أو لا مثلا طلق القيمة مهكذا إذا هذا نهي حقيقي إذا طالما كان النهي جاء من الله للعبد أو من النبي للأمة أو من الأب لابنه يكون الغرض عنده حقيقي أما يخرج عن الحقيقي لأغراض بلاغية أخرى وهي كالعادة مشابهة للأغراض البلاغية في الأمر عند الدعاء وهذا يقول من العبد إلى الله زي قوله تعالى ربنا لا تأخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا لا تحمل عليه نصر كما حمدته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ملا طاقتنا نبي هذي كلها إيش إنهي لكي بصيغة إيش الدعاء أما الالتمس نفس الشيء بيوجد يكون عندي كلمات الدالة لكلمة أخي وشاعري وصديقي وعاذل ونديمي إذا شفت الكلمات الخمسة أو أحيانا زوجتي أو حبيبتي إذا شفت الكلمات الخمسة هذه في بيت الشعر أو موجودة في البيت بالدين إيش التماس زي قول الشاعر شاعري لا تقصى في عطبك لا تجرح وفائي لا تجرح وفائي هو النهي فطبعا موجود عندي بيت الشاعر كلمة شاعري فهي عندي كلمة دالة عشان إيش بيكون عندي الغرض إيش التماس الآن التمني طبعا نفس الشيء يخاطب شيء غير معقول أو شيء غير عاقل زي أعيني جوداء ولا تجمداء ألا تبكياني صخر الندى أعيني جوداء ولا تجمداء عندي أمر وعندي نهي طالب اعتباله لو طلب مني الأمر اختلف عن النهي عندي لا تجمداء لا تجمداء هو النهي بده غرض النهي هنا أنا بانهمين قاعد لا تجمداء الخطاب موجود للعينين العينين غير عاقل فبالتالي بدينا إيش الغرض تمني أما النصح والإرشاد تكون النصيحة عامة ولا يوجد إيش دليل على إيش التماس من كلمات دالة زي الميرجي نقول لا تعق والديك فيغضب الله عليك فإحنا ما نقول لا تعق والديك بأنصحك من باب النصيحة نهيتك بطريقة النصيح إذن هذا بدينا عن نصح وإيش وإرشاد أما التوبيخ فهو عبارة عن لا زائد شيء سيء هذا الشيء سيء أنت تعلم بسوءه إذا في عندي في بيت الشعر أو في الآية أو في كذا بديني أمر لشيء سيء وإنت بتعمل بهذا الشيء سيء أو بتعلم فيه هذا بديني توبيخ إذن وكتش بكون توبيخ لفعل شيء سيء زي ما نيجي نقول لا تنهى عن خلق وتأتي مثله هذا الشيء سيء أنك أنت تعمل خلق وبتعمل زي تقول للناس ما تدخنش وبنت بالدخن تقول للناس صالوا أنت بصليش وكذا إذن هذا الفعل سيء إذن هذا هو بيقك على فعلك عشان ليك توبيخ أما التحقير وعبارة عن لا زائد شيء حسن آه يبقى عشان الطالبة ما يزبقى التحقير والتوبيخ التوبيخ شيء سيء التحقير شيء حسن لكن أنت بعيد عنه ما بتعمل الشيء الحسن ها ده ما نيجي نقول لك لا تدرس واحد بيقول لي ما تدرسش طب الدراسة منيحة لا تدرس فمصيرك الرسوب فأنا أحقلك لأنه ما مش شافك بتدرس فأقول لك ما تدرس بتاع فاضي لاستك فمصيرك الرسوب فلا تدرس فمصيرك الرسوب لا تصلي واجلس مع رفاقها السوء طب أنا يعني بقول لك ما تصليش الناس كلها بتقول صلوا ليش أنا قال له ما تصليش بحقرك لأنك أنا مش شافك أصلا بصلي بقول لك لا تصلي خليك زي ما أنت إذا عشان ميزة بين التوبيخ والتحقير التوبيخ فعل سيء أنت تعمله التحقير فعل حسن أنت بعيد عنه تمام هذا الشأن الطالب يطلع من هذا الاشكالية لأن الطلب كتير كتير بيقع في التوبيخ والتحقير هذا بالنسبة للغراض أو الغراض السليب الآن نتقل طلابنا وطالباتنا للغراض للسلوب الاستفهام كالعدد تعريف وطلب العلم لشيء لم يكن معلوما من قبل شخص معين بأداء مخصوصة لأداء مخصوصة لأداء الاستفهام تعالوا نرى أداء الاستفهام عندي من وعندي متى عندي من وعندي متى وعندي ما وعندي أين وعندي كيف وعندي كم وعندي لماذا لكل واحد من هذه الاستعمال من تستخدمها للعاقل ومتى تستخدم للزمان وما لغير العاقل وأين المكان وكيف تستخدم للحال وكم تستخدم للعدد ولماذا دائما تستخدم للسبب أو أيش للتعليل الآن أغراض الاستفهام أول حاجة قبل أن أطلع الأغراض البلاغية في عندي الغرض الحقيقي طبعا مش مذكور على الشاشة لكن طالب يعرفه وجبه في 2016 السنة الماضية مثل في جملة مفيدة مسلوب إنشاء طلبي استفهام غرضه حقيقي دائما عشان يطعم هذه الإشكالية الطالب عشان يقدر يعرف استفهام الحقيقي أي اسلوب استفهام له جواب ونستطيع أن نجاوب عليه بيكون غرضه حقيقي زي ما أقول لك ما اسمك هتقول لي محمد مدام قدرت تجاوب إذن هذا غرضه حقيقي من أبوك هتقول لي فلان إذن هذا حقيقي إذن أي سؤال أي سؤال أنت بتقدر تجاوبه هذا بيكون غرضه إيش حقيقي أما الاستفهام يخرج إلى معاني البلاغية كثيرة زي أول غرض التقرير عشان ريح الطالب ونطبسش على الأمر التقرير دائما وإن في عندي همزة وليس أو همزة ولم بيكون بالدين غرض إيش التقرير زي ما يجي نقول أليس الله بعزيز أليس الله بكاف عبده أليس الله بأحكم الحاكمين ألم نشرح لك صادرك ألم وأليس وبشوف الطالب بيضين غرض إيش التقرير لأنه الجواب حيكون ببله فموافق وتقرير وإقرار منه أما التعجب دائما التعجب يكون في الموقف غير الطبيعي وهو مخالف للمعتاد وغالبا ما يكون بكيفه غالبا ما يكون بكيفه إذن كيف أتعق والديك أتعجب كيف أتعق والديك هذا أمر صعب كيف تعلك الدنيا بشيء تمام وأنت لعلة الدنيا طبيبه كيف أنت بتداوي الناس واش قادر تداوي نفسك فهذا تعجب إذا كيف إذا دلت على الصياق بتعجب إذا بدين إيش السلوب غرض وتعجب أما التمني طبعا يكون الاستفام عن شيء يتمناه الإنسان يتمنى شيء جميل هل تساعدني في حمل المتاع؟ يتمنى أنك أنت تساعده متى أرى الوحدة السمحاء باسطة أحمد شوقي؟ متى أرى الوحدة السمحاء باسطة حنانها في الهلال الخصبي والنيلي؟ طبعا يتمنى أن نصير وحدة وطنية بين بلاد الشام سوريا وبين النيل يعني مصر فهذا يتمني وتمني شيء جميل كوحدة كشيء جميل أما النفي عشان الطالب يتبس على النفي كتير وبيقدرش فارق الطالب بالنفي النفي دائما يكون إيجابته بلا أي سلوب استفام بتجاوب عنه بلا ثم تكون غرضه نفي لما نجي يقول هل من خالق غيره الله؟ هتقولي لا ربنا هو الخار إذا ما دام أنت جاوبت بلا إذا أنت جاوب بيكون نفي هذا عشان الطالب يطلع من كل يخرج من كل الإشكاليات واللبس اللي بيصير بالغرض البلاغية أي سلوب استفام تجيب عنه بلا يكون غرضه دائما إيش أنفي طيب أما الإنكار الإنكار هو دائما تنكر ما بعده لأنه يخالف المنطق شيء يخالف المنطق زيش لما نيجي نقول أتعق والديك هو يوحي بالتعجب يوحي بالتعجب لكن أنت تنكر علي هذه الفعلة تعق والديك فهذا بديني إيش إنكار أما التشويق في عندي تشويق لكن التشويق مش كتير يعني بمطلوب لكن احنا كتبينه التشويق ولفت انتباه السامعين زي من يأخذ مني هذه الكلمات وضعت في الحديث الحديث الثاني عن أبو هريرة رضي الله عنه كان جالسا فقال النبي من يأخذ مني هذه الكلمات فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله وأخذ بيدي فأخذ وعد خمسا المهم من نهاية الحديث المهم من أننا هذا تشويق فمن يأخذ النبي شوق السامعين من يأخذ مني هذه الكلمات فعملهم بتشويق فهذا بيكون غرضه التشويق نيجي للآخر غرض وهيكا من ننهي اللي هو حلقتنا اليوم اللي هو غرض النداء نحاول قد أمكان نتكلم عن نداء بشكل سريع النداء بسيط جدا طبعا اليوم نتناولنا النداء في النحو نعم عشان الطالب ما يميز بالنداء اللي في النحو ونداء اللي في البلاغة النداء في النحو أنا تكلمت عن أنواعه وعلى إعراباته النداء في البلاغة أنا جاعة بتكلم عن أغراضه البلاغية إذن عندي النداء في النحو موجود وموجود في البلاغة في النحو هنسأل على إعراب وأنواع في البلاغة هنسأل على أغراضه البلاغية طبعا تعريف النداء هو طلب إقبال المدعو إلى الداعي أو من الداعي بأداء مخصوصة وهي أدوات النداء تكلمنا عنها بالنحو للقريب والبعيد والقريب والبعيد والاستغاثة والندبة فش داعي نعيدهم الآن الأغراض البلاغية للنداء عندي أول غراض بيكون حقيقي دائما لكل الأغراض الشائية دائما في حقيقي قبل البلاغي الحقيقي في النداء هو نداء الأب لابنه نداء الأب على ابنه يعتبر هذا حقيقي زي يا بني يا بنيتي أبنيتي إذا ندى النداء حقيقي أيضا النداء الحقيقي اللي هو نداء اسم الشخص يعني اسم شخص أو نداء العالم يعني اسم شخص أو اسم بلد لما يقول يا محمد اشتهد يا فلسطينو ثوري يا ضفطو انطفضي وهكذا إذا نداء البلد اسم البلد أو نداء الشخص أو نداء الأب على ابنه يعتبر اسلوب نداء غرضه حقيقي ولو يجد سنة هذه وأنا متوقع إن شاء الله تعالى أجيب لك السؤال السنة هذه أديني اسلوب إنشاء طلب نداء غرضه حقيقي لأنه في الفن 16 جاب لي اسلوب إنشاء طلب استفام غرضه حقيقي احتمال السنة هذه أقول لي بدي نداء غرضه حقيقي أو أمر غرضه حقيقي أو نهي غرضه حقيقي فالطالب يعتباله من هذا النقاط وأنا مركز كثيرا عن نداء النجوبه حقيقي إن شاء الله الآن أغراض النداء البلاغية أول حاجة عندي التمني دائما التمني نداء لغير العاقل نداء لغير العاقل زي ما يجب أقول لك يا نسيم الصبا بلغ تحيتنا تمام يا نسيم الصبا بنادي على نسيم الصبا نسيم الصبا مش عاقل فبالتالي النداء لغير العاقل أيش بالدينة تمني يا ضار عبلة بالجوة تكلمة يا ضار أنا نديت على الضار يا ضار عاتكة حييت من ضار وهكذا أي نداء لغير العاقل بالدينة تمني إلي هو أيش تمني أما النداء اللي بيفيد النصح والإرشاد طبعا مش مطلوب مني لكن من باب الاستفادة هو تقديم نصيحة وإرشاد للمنادة زي لما نيجي نقول أحسين إني واعظ ومؤدب ففا فإن العاقل المتأدب إذن إيش بدينا هذا نصح وإرشاد أنه نقع بدي نصيحة بدينا نصيحة طبعا مش مطلوب من الطلاب النصح والإرشاد في عند الإغراء الإغراء هو التعظيم ونعظم فلان ونعظم سين صاد من الناس هذا بدينا إغراء أغريته عظمته يعني من سمية تكبير الروس نكبر فراسه يا بطل تقدم يا شجاع أقبل يا مظلوم تكلم كبرنا فراسه خليناه مظلوم خليناه شجاعه خليناه فدائي زي قول الشاعر يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم كبر فراسه خليناه أعدل الناس المهم إن كان عند النداء بدي لعلى تكبير الرهوس بدي لعلى تعظيم الشأن بدي لنغرضه إغراء أما في عند نداء للتحبب وإذا يكون للعاقل أو لغير العاقل إذا اتصل المنادب يا المتكلم يقول التحبب برضو هذا مش مطلوب مني بالبلغ مطلوب مني بالمرطة هلعا بس عشان الطالب يكون عارف إزاي قول الشاعر زعمك غير مجدد الألحاني بل جهلك يا كرواني المهم بالدين التحبب إن كان فيه يا كرواني يا أبي يا كذا اللي هو فيه المتكلم أما نداء الزجر دائما الزجر لشيء لشخص الإنسان يعني للقلب أو الفؤاد إذا النداء القلب أو الفؤاد دائما زجر أو هو عتاب للنفس أو للأبناء إذا كما مر عشان أميز الزجر عن غير من الأدوات الأغراض البلاغية إن كان النداء للقلب أو الفؤاد أو كان النداء لعتاب النفس أو للأبناء بعتبهم تمام هذا بالدين زجر زينا ما نجي نقول أي هذا أتطمع في المعالي أي هذا بعاتب أنا قاعد فهذا بالدين على بعاتب نفس أي هذا أتطمع في المعالي وما يخطئ بها إلا الرجالي في الحالة هذه بالدين إيش زجر آخر غرض بلاغي لنداءه فيه وبه نختم اللي هو التحصر ودائما نحن نقولنا التحصر وفقد شيء فبتنادي على شيء أنت فجدته إذا نكون دائما على شيء مضى وانتهى فوفقد تمام؟ زي فقد شباب فقد شخص عزيز وهكذا أبني أن تقصد طرابة فإنه غايات أجمعنا وليس بعاري أو لما نجي نقول في التحصر يا شبابي وأين مني شبابي وهكذا إذن النداء فقد الشخص أو فقد شيء أو فقد الشباب بديني إيش تحصر هيك من نكون إحنا قدر إمكان قدمنا لكم زمناتنا وعزائنا الطلاب وطالباتنا الكرام البلاغة وسوفيناها بكل تفاصيلها نتمنى أنه تكونوا استمتعتوا معنا ونبسطوا في هذه الحلقة بتاعته اليوم إن شاء الله يعني إن شاء الله بكرة مستكملين الساعة أربعة العصر وحنتعبك كمان مرة معنا إن شاء الله تعالى ولكن في استفسار من طالب هنانا إذا أضيف الضمير للمصدر بيكون مجرور لفظا مرفوع محلا تسألية إذا أضيف الضمير إلى المصدر يكون مجرور لفظا مرفوع محلا صحيح الكلام هذا تمام وفي طالب السجود يعطيها العافية بيقول لك يعطيك العافية ومشكور إن شاء الله في مزاق حسناتك الله يخليك نتمنى كل التوفيق والاحترام لما نتابعنا على صحفتنا على فيسبوك إن شاء الله بكرة إيش هنتكلم بكرة إن شاء الله اللي بيحب يتابعنا بكرة إن شاء الله آخر اللقاء لأن إن شاء الله سيكون هنتكلم قدر إمكان عن المطالع والنصوص والأدب والنقد نعطي بعض الأمور المهمة كيف الطالب يتعامل مع السبب النقد بعض التأسيسات في المطالع والنقد إيش الأسئلة كيف مادة المعجمية طالب كيف يحلها المعنى الصرفي كيف يجتمل كيف يميزه النقاط هذه المهمة للطلاب يحاولوا كذا نحاول إذا فيه درس صعب كذا من حسب رأي الطلاب وهذا نحاول نشرح بشكل سريع ندي لمحات سريعة الوضعات سريعة عن النقد إن شاء الله ونحاول قدر إمكان نتكلم معنا نجمي للوحدة الثالثة اللي هي السيرة والتركيز حيكون سند إن شاء الله على السيرة الكلام هذا بكرة هنتكلم عنه هنحكم مع الطلاب إيش الإشياء المهمة ويش الرقص عليه أكتر ويش الأشياء اللي يعني يدرسها بس يعني يخلي باله من أمور تانية إذن فيه عندنا مهم وأهم إن شاء الله هنتكلم عنه غدا إن شاء الله في الحلقة الغادية إن شاء الله نتواصل معكم بكرة إن شاء الله إن شاء الله باسمي وباسم الطلبة العزائب نشكرك على جهودك معنا أستاذ إبراهيم حياك الله وغلبناك معنا وإحنا سعادة أبو جهودك مرة أخرى هذا واجب أبو محمد الله يسمىك يعني إلى هنا عزائي طلبة الثانوية العامة متابعين ومستمعين عبر قناة وإذاعة أمواجرية نشكركم لإصغائكم والاستماع إلينا على مدار ساعة وحوالي خمسون دقيقة نشكر للأستاذ إبراهيم الدايا اللي تعبنا للأستاذ أبو معاد يعني من شرحه وتحليله وأكيد يعني سر من أسرار النجاح أعطاها لكم ومفاتيح وتعريفات ومفاهيم بسيطة أكيد سعادة أبيكم كونوا معنا بكرة إن شاء الله الساعة الأربعة العصر إن شاء الله احترامي وتقديري لكم ولفريق العمل إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يوميات أنا توجيهي عبر قناة وإذاعة أمواجر رياضية تحياتي وإلى اللقاء